اهلا بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة معنا ضيف هو ضيف عزيز علي وكان لعيب كبير قوي كان نجم من نجوم كرة القدم المصرية لو تبصوا كان ليه بصمة في كرة القدم لما تبصوا هو ما بدأش في النادي الاهل هو بدأ في مصنع 36 ومصنع 36 ده كان شوكة بالنسبة للنادي الاهل ولكن لكم كله صراحة واللي شافه هيتذكره هيتذكر أهدافه ومشواره كان كبير في كرة القدم المصرية كلام ده كان خارج النادي الاهل زي ما بقولوكم كان بلعب في مصنع 36 وكان لعب مميز كان عنده خدرات بدنية عالية جدا وفنية وعالية المستوى اشبالكم الكلام ده كده لا لو فعلا أنا كنت بحس بيه في الملعب لأن فيه فترة من فترات لعب تحتي على طول وبيفهم لعيب كان زاكي جدا في الملعب وبعد كده انضم المنتخب القوم المصري وفريقه يعني ما تشوف بقى لعيب بيتضم المنتخب المصري وفريقه في الدرجة التانية ده تقول عليه ايه وده كان من النوادر ومن القلائل جدا اللي بينضم لعب بيلعب فيه درجة تانية منتخب مصر واساسي كان بيلعب في وسط الملعب وكان من الناس اللي هي ايه كانت عالية جدا وعملاق في مكانه وفي مركزه وتقلقه مع المنتخب لفت انظار انه كتير جدا وخصوصا كان نادي الزمالك انا بقول لكم بقى السيرة الذاتية بتاعته يعني عارفين ايه السيرة الذاتية بتاعته حتى ان الرئيس حتى الكابتن حسن حلم رحمة الله عليه شافه كابتن زمورة شافه وكان بروح يتفرج على مبارياته وكان بيلعبه 36 كان بيلعب في نادي الترسانة قال لك الله هو فيه ايه اللعب ده ماله ده لعيب جامد قوي وطلب الكابتن زمورة من نجمنا لانشان يضمه لنادي الزمالك بالفعل كان قريب قوي قوي لان بلوكوا حتى الكرة دي ارزاء سبحان الله وبالفعل كان قريب جدا من نادي الزمالك وصلوا عرض من نادي الزمالك لكن المسؤولين في النادي الاهلي على طول فكروا فيه وعرضوا عليه عرض ان ينضم للنادي الاهلي هو عشان من اسره قروية اهلوية انضمه قالك لا هنضم للنادي الاهلي نازم يقول لك ده احنا قالك لا 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 خلاص كل العروض اللي جات له ورفضها جاله الترسانة وجاله الاسماعيلي وجاله اندية كتير جدا لكن هو وقع لنادي الاهلي داخل القرار جواه بدون شروط قال له ما قال دي اهو مضى مضيت بدون شروط ومع الاهلي بدأ مسيرة جديدة خالص جديدة في حياته هل هو لما كان بيلعب في مصنع 36 ازاي كان بيتعامل مع اللاعبين ازاي الناس كان بيتعامل الفرق الدرجة التانية هل لقى فرق كبير في المعاملة بين النادي الاهلي وبين مصنع 36 ووصل تقلقه مع المنتخب وكان ليه مباراة كبيرة جدا ومعروفة لقى فيها دور كبير جدا في البطولة سواء في امم افريقية او في الالعاب الافريقية وما زالنا بالحد هذه اللحظة احنا بتتذكر مبارياته لما واجه الاهلي فريق كوزموس الابريكي كان فيه بيكنباور بيكنباور كان فيه بيلي وكان فيه نيسكنز وكان فيه لعبة كتير جدا عشان كانوا جمعوا نجوم العالم كلها وراحوا لعبوا في امريكا وبدأ يلفوا عشان يخلوا شوف الناس بتفكر ازاي شوف الناس بتفكر ازاي جابوا نجوم العالم زي ما الصين بتعمل دلوقتي وزي ما السعودية بتعمل كل الناس بتعمل كده الوقت بيجيبوا النجوم القديمة اللي هي نجوم العالم كلها وبيلعبوا في الدور الامريكي ونزلوا على الشرق الاوسط لعبوا مباراة مع النادي الاهلي ودي لنا فيها سولات وجولات كتيرية هنتكلم معها لان احنا الاثنين اللي عبنا المباراة وكان لها زروب غريبة جدا كان مباراة كوزموس الامريكي دي هو تقلق فيها قوي ومبارياته في كأس مصر ضد المقاولين العرب وضد الإسماعيلي وغيرها وحق بطولات كتير جدا مع الاهلي اماها اول لقب في الدوري كانت طال دوري الافريقية سنة 82 وده طبعا ده غير الدوري والكاس وكانت مشكلته انه كان بيعاني من اصابة يعني بعد ما حقق الانجازات دي كلها انه كانت مشكلته كان بيعاني من اصابة والاصابة دي كانت في العضلة الخلفية بنا نقول لكم الاصابة دي اصابة العينة بالنسبة لعيب كرة القدم خاصة ما بتبقى في المفاصل او في العضلات الاساسية زي العضلة الامامية او العضلة الخلفية او عضلة السمانة سأله طبعا على الرجبة فهذه بتبقى باللعاب الكرة يكون او لا يكون المهم الاصابة دي حرمته من الاستمرار في الملاعب وهو في سن 28 سنة زمان كان اللعبا بيوسط 20 سنة يقول لك ايه ده كبر اوي لازم يبطل لا هو كان عنده بعد قرار اعتزاله ما فكرش كتير احنا احيانا ان ملعاب الكرة بيبطل بيفكر هيخش التدريب هيخش الاعلام هيخش يبقى اداري هيخش الشغل الخاص لا هو ما فكرش هو خد طريقه في التدريب وبدأ التدريب في قطاع ناشئين النادي الاهلي بعدين ثم الفريق الاول وبعد كده ضرب فرق كتير اوي في الدور العام زي اسوان والالامونيوم وامبي وبتروجيت وبترول اسيوت وبلدية المحلة وغيرها ضيفنا النهاردة وواحد من العشاق للنادي الاهلي ولكن ضحى عشان يدخل النادي الاهلي رغم ان كان فيه عقود اكبر واقوى من العرض اللي جات له في النادي الاهلي انما قالك لأ انا هروح النادي الاهلي ان النادي الاهلي ده حياتي وماضى مع النادي الاهلي وفضل مع النادي الاهلي لعب كرة معناه بطل لعيب اشتغل في التدريب وليه مفاجئات كتير جدا مش عاوز احرق الكلام ده كله هو نجمينا النهاردة الكابتن رمضان السيد نجمي النادي الاهلي السابق والمدرب الكبير في كرة النصرية تعالوا نستقبل كابتن رمضان السيد ونشوف ايه اللي في جوع بيته ايه الاسرار اللي عنده الحاجات انتم كنتو لأول مرة تسمعوها ورمضان كان قريب مننا قوي قوي فهنشوف هيحكي ايه النهاردة وبدأ كرة ازاي وايه الإصابة اللي جات له وايه حكاية مبارات كوزموس ديت مبارات كوزموس ديت هتسمعوا فيها حاجات انكم لأول مرة تسمعوها تعالوا نستقبل نجمينا ونشوف ايه اللي في جوع بيته ونتكلم معاه طوال الحلقة مع المجرد موسيقى 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 فضلا نشرب حاجة وبعد كده نشوف تقرير كده انت مش وارك حاجة بسيطة احنا بنقدمها لك رمضان السيد واحد من المواهب التي شهدتها الكرة المصرية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات كان لعبا لا يشق له غبار موهوب وهداف وصاحب تسديدات قوية يعجز عن التصدي لها أقوى الحراس بدأت مسيرته خارج النادي الاهلي في التصنيع ودفعه عشقه للأهلي إلى تفضيله على كل العروض التي وصلت إليه ومنها المنافس التقليدي الزمالك بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع له ومع الأهلي كانت له صوالات وجولات ومشوار طويل مع كرة القدم كان لاعبا له بصمته الواضحة مع الأهلي والمنتخب الوطني في مناسبات كثيرة هو تيجان الكرة المصرية الحقيقي فهو النسخة الثانية من النجم الفرنسي الشهير ذي الأصول المالية والذي كان يجيد اللعب في مركز الوسط المحوري وكان يحمل نفس رقمه ونفس الستايل في اللعب كان مظهورا به في كل شيء وأقرب لاعب مصري إلى طريقته اعتزل رمضان السيد الكرة مبكرا بسبب الإصابة وفي التدريب كانت له صوالات وجولات مع فرق كثيرة وحقق نتائج مبهرة وقدم للكرة المصرية العديد من النجوم والمواهب التي لمعت وكان لها دور كبير مع المنتخب الوطني رمضان السيد تيجان الكرة المصرية أهلا بك مع المجري على شاشة الأهلي أهلا بحضراتكم بعد الفاصل أنا ما شفت التأريد ده أنت بترجعنا بزمن جميل قوي 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 وكل اللعيبة اللي كانوا أصدقائنا وخروجاتنا مع بعض وسافرياتنا مع بعض وهنا 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 أنت أنا بتشوف يعني ما تشوفت التأريد دهوقتي إيه اللي يضار في زهنك التأريد دهوقتي ده أحلى أيام في حياتي أحلى أيام في حياتي أو مواشم في حياتي أعتقد أن أنا طبعا يعني اتنقلت من التصنيع وأنا بدأت كرة طبعا في حلوان معنا أقولك دلوقتي لسه أنت أول ما بدأت كرة بدأت كرة في الشارع في الشارع آه كان سنة كم سنة؟ ده كان سنة تسعة سنين كم فيهم في حلوان؟ في حلوان كنا بنلعب الكرة الجوتش كولة الجولة دي شراب شراب وكنا بنلعب الكرة الكبيرة ملعب سداسي أين الكرة الكبيرة؟ فيهم سبقات كابت تلعب سداسي مش خماسي اللي هي إيه؟ إيه نفري بالكرة الكبيرة؟ لا غير مش الكرة الصغيرة الشراب كرة عادية كرة عادية بتاعت اللي بتاعب بيها دلوقتي آه الكرة العادية بس كنا بنلعب ستة 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 والفطولات بقى ودورياتها على مستوى علي جدا لعبك في الشارع آه ساهم في أن يعلي مهارتك الفردية؟ مية في المية وهقول لك حاجة آه يعني لما نيجي نتكلم على أسباب الحقيقة إن ما فيش مهارة دلوقتي هي دي اللعبة في الشارع آه طبعا لاب في الشارع ده بيعلي المهارة بشكل غريب هلو أنت بتلعب في الشارع كان في فرقة ليك معينة في حلوان؟ آه طبعا كان عندنا فرقة وكنا بنروح نلعب دوريات آه في حلوان مريك الشباب والحاجات دي كلها وفرقتنا كانت مشهورة جدا جدا في حلوان آه طبعا من ما برا حلوان مفيش؟ لا ما تزيدوش عن حلوان لا 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 حلوان المحطة ولا حلوان عامة؟ لا حلوان عموما آه اللعيبة دية لو لحبت فيان دية هتبقى ليها كيان وليها اسمك دي؟ طبعا طبعا الكرة زي مين؟ كرة حتي التوفيق دي حاجة مهمة جدا ده رزق تعربنا آه طبعا رزق تعربنا آه يعني أولا أنا فيه لعيبة راحت اتنقلت ما قولنا عرب زي ناصر محمد علي الله يرحمه كان معاك آه كان معانا في اله ناصر الله يرحمه كان لعيب جامل آه طبعا كان فيه لعيب آه حقولك الثلاثة لعيبة مثلا فوز التابعي فوز التابع ده مدان ده آه ضم معانا منتخب القاهرة بالزبط آه بالزبط ده كان لعيب فز آه العيب جامل جدا لكن آه يعني الظروف ان هو بردك ما كملش ما كملش آه شريف عبد الحميد كان بردك جيل نادي الاهل شوية آه وقعد يتمرن حوالي مثلا ايه في حدود الشهر ولا حاجة ولكن بردك ما هوفتش فيه مثلا مجد العيسوي آه لا فيه لعيبة فيه عب سلام الشريف آه بكل ده لعيبة آه في اسماعيل العدوية آه اللي كانت نقل بعد كده راح المصر كان بيطلع عينينا فيه عين عدوية آه فيه اينه فيه اينه اينه كبير بتاع المصري آه طبعا كان لعيب جامل آه كان فيه لعيبة الحقيقة مستوى عالي جدا 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 مين اول واحد خدك من الشارع كده وقالك تعال انت تلع في مصنع ستة وتلاتين آه اول واحد الحقيقة انا كنت رايح بفرج على مجرد عشرين سنة وكان عند ربعة فالسنة آه في النادي التصنيع مين كان رئيس النادي ساعته رئيس النادي لا هو رئيس النادي ببقى رئيس الشركة مين كان متى مش بتبتكير فيه فترة كان فيها دكتور أشرف مراوان آه ودكتور أشرف مراوان يعني لو كان قاعد في منصبه اعتقد التصنيع كان موجود وكانها كان هيروح مقلها وكانها تبقى شلسلة كبيرة ده كان هيبني استاد حلوان وكان جايب الكابتن عيز التبروس طبعا القبر الروحي ليه يعني ليه افضل كبيرة جدا هنتكلم عليه طبعا طبعا لكن انا زيان بقولك روحت بتفرج على مرات عشرين سنة التصنيع وانت 14 سنة كنت 14 سنة فطبعا يعني بين الشوتين كده جبنا كورة وبنعمل بقى نعمل اثنين دد اثنين واتفرجت ايه كنت في الملعب تحت ولا في المدرب تحت لا تحت تحت كنت في الملعب تحت ويه هم الناشئين بلموا كورة كده بتاع الكلام ده اه للملاد السوغرين واتفع واتفع طبعا وطبعا وبعد كده واحنا خارجين الحقيقة بعد ما فيه مدرب كان موجود مين هو با؟ مات 16 سنة فتح سرحان فتح سرحان ده كان مدرب مات 16 سنة نعم فلما شافني قال لي تعالى يا ابني انت بتلعب في هتة اطول تعمل بول كنترول اه بول كنترول واتنين بدي اتنين والحاجات المهارية بقى ومش عارف ايه والواحد كان يعني عفريت الحاجات دي بتدي كباري كده اه كباري ومفوق الناس وحاجات كده وبتاع فقال لي تعالى انت بتلعب في هتة اطول اخدني في نفس اليوم مقدان استمارات وقال لي تنتظم معنا من بكرة اه وفعلا ما خفتش لما ماضيت الاستمارات لا ولا كنت فرحان كنت فرحان جدا طبعا لان هذا التصنيع بيعتبر بالنسبة الحلوان طبعا نادي جدير طبعا طبعا فريق اول اه طبعا وفريق اول وفي نفس الوقت زين بقولك يعني انا عايز بقى خلاص ابدأ يعني جات لفرصة وعوزمتك فيها اه وانت في مسنع ستة وتلاتين او وانت في الفترة وانيا ببل ما تروح لمسنع ستاتين كنت لعب في الشارع اه كانت الاسرة بتساعدك كنت تنزل ولا كنت بتهرب من ورا الاسرة وبتاع كلام لا كنت أهرب بس انا الاسرة هتمنعني مش هتمنعني انا هل لوح هالعب هلعب كرة هلعب كرة كنت شاطر في مدرسة يعني مش مش قول يعني الكرة طبعا كانت طبعا حياتك كرة اه حياتي انا بقولك من 12 سنة ولا حاطة القرى انها تبقى هدف بالنسبالي يعني انت مخطط لنفسك كده اه هدف بالنسبالي رغم ان انا صغير جدا مين لو كنت بتشوفه وما بيلعب في اندية اللي هي اندية كبيرة اهلي وزا مالك واسماعيل والكلام ده وانت بتلعب في منصر 30 بتقول ايه انا هبقى زي الراجل ده او زي اللعيد ده والله لا يعني احنا في الوقت دوت كان فيه نجوم كبيرة جدا انت بتتأثر بنجمه معين لا ده فيه فيه نجوم كتير يعني صفوة عبدالحليم يا صلى الله يرحمه يعني كان متعة طبعا ممتع يعني لعيز حلقات لوحده ويعمل له حلقات اه اه فده برضك من حاجات الجميلة اللي كل واحد كان بيبص عليها الحقيقة وانت صغير كنت مبص اه طبعا طبعا وانا صغير كنت ببصه لان انا برضك اهلاوي بقى يعني من الدرجة التالتة يعني من فوله بدأت تحط رجلك وتقول إن ممكن الناس تشوفني من الترسانة أو الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي إيه المبرار اللي أنت لعبتها في نادي الترسانة مع فرق مطنع 36 وإسم رمضان السيد بدأ التردد مع الناس الحقيقة يعني الحمد لله الفترة اللي أنا بدأت فيها دوره ممتاز وبلعب مع نادي التصنيع وكنا بنلعب مبارياتنا في نادي الترسانة كل مبارياتي كانت يعني يعني ممكن مثلا في النادي الأهلي فترات مثلا إصابة فترات مش عارف إيه ما بقاش فق لا كل مبارياتي كنت ببقى الحمد لله المسنع 36 كنت ببقى نجني لدرجة إن المهندس حسن حلمي رحمة الله عليه رحمة الله عليه طبعا الشخصية العظيمة طبعا الشخصية المحترمة كان بيجي تفرج علي مش بيجي تفرج على التصنيع ولا على الترسانة هو شاف مطش فجي حضر كل مطشوتي بعد كده هيحضر الماتشات كل مباريات التصنيع وده رئيس نادي وده رئيس نادي كبير وطبعا أنا بقولك من الشخصات العظيمة الله يرحمه وده جات طبعا في تاريخ مصر طبعا تاريخ الرياضة المصرية طبعا يعني لما ده الواحد كان بيترقب من اسمه يعني لا ده أنت أنا حضرت مع الله يرحمه كابتن حسن حلمي لما كان رئيس نادي الزمالك لما كان رئيس اتحاد المصر لكوية القدم لما مسك المشرف العام على المنتخبات طبعا طبعا مر بقول لك هو ومحدش كان يحس نادي الزمالكام ولا لا مر بقول لك عشان كلا بقول لك شخصية عظيمة عظيمة والله يرحمه فالمهم أنا كل مباريات إسماعيلي ترسانة كان بيجي لك كان بيجي تفرج وانت كنت عارف بيجي تفرج عليه وبعد حوالي رابع مباراة نذالي وقال لي يعني أنت كنت عارف بيجي تفرج عليك انت قبل كده يعني بعد الاربع مباريات دولارت هو قال لي احب يقعد معي جابك بقى جابني وقعد معي قال لي خلي بالك انا باج احضر مباريات التصنيع عشانك انت عشان استمتع بالكورة والله زين بقولك كده كابت المستطفى قال لي انا باج احضر عشان استمتع بالكورة واستمتع بادائك فاحنا هنخلص الموسم ده واحنا عايزينك عايزينك معنا في نادي الزمان كان سنة كم سنة بقى كان سني اه 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 سنة عشان سنة يعني استويد لب معنى الكلمة اه 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 عشان سنة تقريبا ففعلا رحنا بعد المخلصة المباراة رحنا نادي الزمالك اه طيب وانت داخل نادي الزمالك ايه اللي يضار في زهنة لا انا يعني كانت امنياتي ان العرص دي بقى من نادي الاهل امنياتك امنياتي طبعا يا انت وانت سهير كنت كنت متأثر بصفوة اه طبعا 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 طار الشيخ وحسون صالح وكان فيه لعبة وسط مرأة مختار مختار محرف لعيب ورقوة جمال عبدالعظيم جمال عبدالعظيم طبعا كان نجم كبير جدا 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 طار الشيخ ومحمد عامر محمد عامر الفلاح بس محمد محمد فلاح خليف نادي لك كان فيين عيبة تقيلة فزاي ان بقولك دخلت معاه نادي الزمالك اه دخلت طب هو لما قالك تعالى نادي الزمالك بعد ماتش من ماتشات الي انت لعبتها كنت روحت ولا جيت له تاني يوم وروحت معاه على طول انا مشيت معنا طول بس في حاجة قبل لنادي الزمالك انا اخلي بالك لعبت منطقة بمصر ورحت دورة الالعاب الافريقية في الجزائر وبرالله حصلت فيها مشكلة بالمصر والجزائر انا حتى كان الشيخ طاها وكان الكابتن حمدى الشرقاو رحمة الله عليه وربنا طبعا يمد في عمر الشيخ طاها الشرقسية الجميلة الشرقسية العظيمة فالمهم انا رحت المعسكرة كابتن مصطفى خدوني وانا بخدت في الدرجة يعني انت رحت المنتخب مصر وانت في الدرجة الاولى اه 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 وبرى الاهلي وبرى الزمالك وبرى اهلي وزمالك وبعدين لما رحت لقيت مين لقيت حسن شحاتم فاروق جعفر سعد سليت مختار مختار محمد عامر طا بصري طا بصري طبعا الله يرحمه سابت البطل طبعا سابت البطل وكان الكابتن محمود الخطيب يعني مجموعة انا اول ما رحت ايه مكنش موجود معاك انا ولا ايه لا اه ده انت من النجوم العظيمة اللي جات الله يخليك يا ربو دارك طبعا افضل افضل جناح في افريقيا لا يا حبيبي الحمد والله افضل جناح في افريقيا الله يكرم وهقولك حاجة يعني الكفاية صناعة الاهداف اللي انت قد افتحها لددات الاهل ومنتخب مصر الحمد لله حاجة عظيمة حاجة يعني دخلت معانا هدي الزمالك لا انا حاوز اكمل دي اه حاوز اكمل دي كمتصفة ليه لان انا لما رحت منتخب مصر تاني يوم تاني تمرين على طول تروحت للكابتن حاملات الشرق قلت لها كابتن انتوا جابيني ليه قال لي ليه جابينك ليه ازاي ربو دارك تلاقيب كويس يا ابني قلت لها كابتن كل النجوم دي وانا هلعب ازاي قال لي بص ربو دارك الشيخ طاها لما خدك قال لي انت هتلعب اساسي ما شاء الله والله العظيمة كابتن صاوزة سادة سادة قال لي انت هتلعب اساسي قلت له ازاي كتنا انا هلعب على حلشة الشحاتة وهلعب طابس ليه والخواجة ومش عارب ومختار مختار ومحمد مجموعة صعد سليت ومحمد عامر ومجموعة كبيرة جدا كبيرة جدا طبعا كان معانا ماهر همان طبعا برضو من ضمن المنتخب فقال لي لا يا رمضان انت شيل دي من دماغ خلص وانت يبني اتمرم يعني انت رايح وبعد ما بسيت عن النجوم دي كتيرة الكتيرة دي قلت ايه هلعب حصة دول ازاي اه انا قلت يعني انا عن نفسي شخصيتي في التوقيت ده انا هقاتل مع اي حد هقاتل خلاص خدت خرارة اه اه بس انا سألتوا السؤال ده عشان اعرف يعني اه انتوا جايبين كده ومكملين كده اه اه فاقاللي لأ ده شيخ طاق قال انت هتلعب وفعلا اه لعبت التناث مطشف دورة اللعبة الافريكية اول مباراة لعبتها مع منتخم مصر وانت لسه ملعبتش بقى درجة اولا منتخم كانت مباراة ايه اه اول مباراة كانت الجزاير 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 اه الجزاير اه في الجزاير ويتعدلنا واحد واحد كانت محمود الخطيب احفظ الهدف والتاني المباراة التانية كانت قدفور والمباراة الثالثة كانت ليبيا اللي حصل فيها المشكلة طيب بعد المباراة الثالثة دي بدأ اسم رمضان السيد يبقى زي ما يقوله يلمع مع نجوم كبيرة قوي بدأت الخناء على الأهل والزمالك مين يختفق الأول كابتن حسن حلم يكلمك بعد كده أه كلمني بعد ما رجعنا قابلتوا قابلتوا في نادي الزمالك وبعد كده كنت هوقع خلاص هم كان عندهم مباراة في اسكندرية النادي الزمالك عندهم مباراة في اسكندرية والكابتن حسن حلم يمسافر عشان طبعا يشوفوا المباراة مع الفرق فالمهم أنا كان مديني معايد بعد المباراة هنتجمع في النادي الزمالك عشان هوقع وهو جاي في الطريق البروويز بتاع العربية بتاعته اتقصر سبحان الله سبحان الله يا انت جتي نادي الزمالك بربريز بالزبط بالزبط هو الله الزمالك كده سبحانك يا رب فالمهم انتصل بالنادي كنت قاعد مع الكابتن عليها الحمولي رحمة الله عليه رحمة الله عليه قال له خلي رمضان يمضي والشيك بتاعه والشيك بتاع نادي التصنيع يجي ياخده بكرة الساعة عشر الصبح ومعي يمضي للنادي وهنمضي ونخلص كل حاج طب بالامانة انت كنت اعملها انت عملت القصة دي كده خوف ولا ولا كنت فيعلم كنت هتنفذ الكلام دا لا مش خوف انا كنت خلاص نويت ان اترى الزمالك السنة ما جاليش حض من نادي الاهلي خالص لحد الوقت اه طبعا كان قابليها طبعا لازم نتكلم بقى ان الكابتن عزة بروس لما دكتور اشرف مروان كان عاوز يعمل فرقة كبيرة جدا في مصر نعم فجاب طبعا الكابتن عزة بتبروس الشخصية العظيمة لا كابتن عزة حاجة ايه الاحترام دا وايه علم دا شخصية جميلة 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 شخصية جميلة ومميز جدا جدا في الادارة ده هو زى الصندوق الاسود كمان بتاع كل النجوم مصر بالضبط اه بحضل ليه حلقة معانا انشان اه فهو انا طبعا كنت متامع معانا لطول وبتصل بيه على طول وكده فقلت له كابتن حصل كذا 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 وانا مش عارف اعمل ايه انا طبعا لو همضي عشان ما جاليش عرضي بالنادي الاهلي اه قال لي طب استنى يا رمضان هكلمك كمان شوي اه قالك استنى ولا ما تروحش ايه لا قال لي استنى استنى لا انا بعد ما مشيت بالنادي الزمالك بالليرد اه في نفس اليوم في نفس اليوم فتخيل بقى ايه اللي حصل انا روحت حلوان الساعة تمانية الصبح تمانية الصبح كان موجود اكتن حسن حمدي وكمال بحفظ ده عندك في البيت او لا في النادي في النادي وبعتولي الولد من الامال هناك من قطة اللبس ده انا طبعا بعثته واجي لي قال لي كابت الحسن اوه اه طبعا ربنا طبعا يدلو الصحة شخصية جميلة جميلة اه حاجه تفرح حاجه تفرح اه جولك علي النادي جولي علي النادي الولد ده جالي قالي كابتن كابتن حسن حمدي وكمال بحفظ موجودين في النادي لما قالك كده قد كنت فترت ولا لسه مفترت لسه مفترت نايم النوم انا مش تزدعتش لولد قلتوا انت بتهرج قال لي والله يا كابتن موجودين في النادي روحت بقى بدون فتر ولا حتى مش هتعش كمان قبلها بيوم فالمهم روحت طبعا لابس وجاري على النادي لقيت الكابتن حسن قاعد وكمال بيحافظ وقاعدين مع مدير النادي فالكابتن حسن راح أول حاجة ويتكلمني فيها بعد ما سالنا على بعض قال لي رمضان انت حب بيتياجي النادي الاهلي قطل لchau كابتن حب كينادي الاهلي أنا رصلا أهلاوي ووانت وما كنتش تقدمت بعرض فبالتالي كتب الخطوات دي روحت جم في استمارات روحت ماضي يعني ما قال لكش الأول امضي وسألك لا ده في الأول سألك سألني الأول قال لي رمضان انت حب تيجي النادي الاهلي قطل ye صبعا قطل أنا أهلاوي وما كانش فيه عرض من نقو فبالتالي كان فيه عرض الزمالي جدال اللي كان موجود يعني فمضيت وروحنا موجودين في النادي روحنا الشركة الرئيس مجلس الزمالة الشركة وخلصنا الاستغناء دفعوا تقريبا 10 تلاب جنيه وخلصنا الاستغناء 10 تلاب جنيه كان سنة كاب دي كان السنة 80 80 80 اه ده كان يجيبه عربية ده عربيتين من هقولك اه وانا كان مبلغي بردك نفس الحكاية 10 تلاب جنيه يعني النادي كان عشى 10 تلاب جنيه يعني انت من يوميها مرزق رمضان اه الحمد لله رب العالمين الحمد لله اخي شوف انا هنا بس اتوقف عمز ايدي عشان اقول للأستاذ المشاهدين ان النادي الاهلي ما بيجبرش حد لأ النادي الاهلي بيسأل الاول رغبة اللاعب ايه ما بروحش باخد ايه زا كابتن زمورة رحمة الله عليه خد رمضان في قلب نادي الزمالك ملوش بس انا قابلك بره الكلام ده ناخده رسمي ولما كمال بيحافظ رحمة الله عليه هو كابتن حسن ربنا ديله الصحة كابتن عزيز تبروس اللي هو اساس الموضوع لما راحه عشان يطلبه رمضان من نهاية عربية التصنيع او مصنع 36 كابتن حسن تسأله سؤال صريح جدا تحب تيجي النادي الاهلي وهو ده كان رب اه طبعا طبعا وخلي بالك اقولك حاجة كابتن صفا وانت اعلم كمان وتعرف مفيش لعيد النادي الاهلي بيتفاوض معايا او يجيبه الا ما اسأله السؤال ده طبعا طبعا انت حبيب تيجي النادي الاهلي يقول اه خلاص مبيجبرش حد اه فارجعنا من في اليوم ده من المصنع من التصنيع على النادي الاهلي يعني انت خلاص اه هو يعني انت مضيت مضيت اه خلاص وخدت الاستغناء وخدت الاستغناء خدها بقى الكابتن حسن اه اه طبعا حد كده هنا اتوقف كده عشان انت روحت اه مش كده اه طبعا بعد اما خدت الاستغناء لا ما روحتش في اليوم ده ما روحتش ده انا مشيت معاهم من النادي التصنيع على النادي الاهلي اول لحزة دخلت فيها النادي الاهلي وانت ماشي في الطريق كده ايه اه بحلم ولا في ايه بحلم اه طبعا طبعا انا يعني مش مش بعد ما ما مشينا في الطريق مجرد وجود الكابتن حسن وكمال بيحافظ يا ايه استعادة انت حاسب ان في حلم اه انا في حلم يعني مش مش مصدق ايه انا مش مصدق ان انا ايه يعني انا كنت اه هروح نازل زمالك بس سقولك حاجة يعني انا لغاية وقتنا هذا بحترم وبحب اه المهندس حسن حلمي كلنا بشكل جبير لا 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 فيه فرق جبير جدا طبعا حاجة جميلة وشخصية جميلة طبعا لكن اه انتمائي في الوقت ده غلب طبعا يعني انت حبيت تروح النادي اللي انت بتحبه اه اندما لو النادي ده ما جالك نازل زمالك كنت تروح نازل زمالك اه كنت تروح نازل زمالك وبالذات اللي عملوا معايا الوان حسن حلمي كابتن حسن حلمي لما يتفرج على كل ماتشاطي في نادي الترسنة يعني دي حاجة كبيرة جدا جدا طيب وانت ماشي معاهم في السيك كده واول مرة دخلت فيها النادي الآن اه طبعا كان احساسك ايه انت عارف ايه يعني حسيت ان انا سنة كام ثمانين 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 اه انا حسيت ان انا خلاص اتنقلت هل انت كنت بتفكر فيها قبل كده لما روحت مصنع ستة وتلاتين اه انت كنت تلعب في الشراء لو رحت مصنع ستة وتلاتين وبدأت لعب المشاة بتاعكو في نادي الترسنة اه لما كابتن حسن حلمي شافك وبعد كده كابتن حسن حمدي وكابتن الازل تابروز وكامل بيحافز جولك وكلموك ايه اللي ايه اللي بيحصل اه لا انا طبعا يعني من اول ما بدأت العبكورة وانا عندي تسع سنين انا حاطت ان انا حكمل فكورة بشكل كويس اوي لان اولا يعني مثلا انا من تسع لتناشر تتشار 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 سنة يعني ما شاء الله يعني كنت تمهارة الناس كلها عرفاها والمهارة كنت عالية جدا وانا في نفس الوقت كنت حاطت في دماغي ان انا لا حكمل فكورة بشكل كويس لكن طبعا لما جالي حياتي الزمالك وجالي حياتي الأهلي طبعا لما دخلت في النادي الأهلي هو ده بقى حلم حياتي يعني ده الحلم اللي انا كنت باحلمه في حياتي ان انا عشان نبقى لعيب كورة وفي النادي الأهلي يعني بدأت شغلك بقى على نفسك من يوم ما دخلت النادي الأهلي اه طبعا 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 انت لسه بتكلم اصحابك وفي مقابلات مع زمالك في اللعية عربية التصالي اه طبعا اه طبعا في لعبات كتير الحقيقة طبعا انا كان اينو صديقي يعني على اتصال بي حاجباتي لا ده الله ارحمه اينو الله ارحمه اه لا 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 اه انت فيه فيه اسماعيل عدوية اسماعيل عدوية وفيه عب سلام الشريف حاجة كانوا كبات فرقة طبعا كنت كابتن فرقة لكن ده كان لعيبة جامدين جدا فيه الكابتن حسيني للجزار شين الجزار برضو ناس يعني احنا تعرف ايه حلوان دياء اوي لا ماضيك ما يتنسيش بسرعة بالظبط الناس الحمد لله يعني علاقتنا علاقة كويسة ونكلم بعض على طول اه طبعا طيب احنا معنا الكابتن اسماعيل عدوية اه طبعا ومعنا الكابتن اسماعيل الشريف ومعنا الكابتن حسيني الجزار كل واحد لما عرف انت موجود معنا عايز يوجه لك كلمة هنسمعوني ونعلق على كل واحد تمام احنا اخوات يعني من عشرة طويلة من قبل حتى ما نلعب مع بعض في التصنيع هو طبعا ربنا وفقه وراح النادي الاهلي وانا رحت النادي المصر بورسعيد انا واينو جي الحاجة سايب من تولي الشرعنا من التصنيع هنا وعلي حسن وعلي حسني ورمضان ده اخ يعني عايز برامك عشان نتكلم عليه الاخلاق وعليها وراجل محترم وكفينا فخر انه هو راح منتخب مصر هو بيلعب معنا في التصنيع هو يعني اه رمضان لا نقدر اقوله بس ما لوش حظة حتى في التدريب يعني هو راجل مدرب كويس بس ما عرفش يعني كان امل ان هو يوصل زي الناس اللي اللي بتدرب ليه يعني انا ورمضان وكان اخونا برضك عزيزي علينا لحد الان اه صديق رمضان الحميم يعني استاذ علاء ده من اعتبره اخي لينا علاء لوكس من اعتبره اخي لينا وهو اللي كان محتضلنا اخي انا ورمضان يعني اما انا سفرت الامارات مستمر برضك هو ورمضان يعني صداك وانا مستمر مع رمضان على طول ما يعني ما بأسرش ما يعني هو الراجل اولا بارر باهله يعني يعني هو يعني معتاني باهله واخواته كده ربنا يبرك له واحنا كنا يعني نروح البيت عندي وانا نروح البيت عن دك يعني كنا اكثر من اخواتها واحنا كنا مجموعة هنا بحلوان يعني كلنا مثلا كطعا حسين الجزار اينو رمضان شيري فعل حميد منير عاطية الناس دي كتن عبدالسلام الناس الناس دي كلنا كنا أسرة واحدة حلوان هنا يعني يعني مفرغة للعيبة اللعيبة يعني فطاها مجدي العسويه فوز التابعي كلنا كنا أسرة واحدة رمضان ده كان هو الكنج بتاعنا وطبعا لما راح المنتخب طبعا حاجة تشرفنا عنه وهو إنسان كويس وابن حلال وعشان خاطر يعني هو كرم أهله كتير يعني فعشان كده ربنا كرمع أقول له أنت وحشني وربنا وفقك ويساعدك ويخليه لك أولادك وانت راجل محترم وراجل أصيل وأبوك فعلا ربك أنك انت راجل محترم فعلا وراجل مطربي وراجل ممتز اسمعيل عدوية إحنا ما كنا بيشوفه معك في النادي الأهلي باستمرار كنا فاكرونه أنه أخوك إحنا عشان كنا قربين جدا من بعض بالضبط كده هتقوله إيه؟ هقوله طبعا إسماعيل صديقي الحقيقة وكان زميل ملعب ويمكن أنا لما راحوا يتنقلوا للنادي المصري الله يرحمه سيد متولي الله يرحمه أنا اللي كنت معهم الحقيقة وكان بيكلمني هو وبتاعه وربطنا مع بعض يعني أنت ساعت إن هم يروحوا ساعت إن هم يروحوا من هذا المصري يعني حتى الإسماعيل وبالنسبة لإينو كان إينو كان قبل تقريبا إسماعيل لدرجة إن إحنا وإحنا عادين مع سيد متولى الله يرحمه يعني اتكلمنا في حاجات المالية بتاعة إينو كان طبعا بتكلم في حاجات بسيطة لا اتكلمت في حاجات كويسة أوي وخد عربية ألفين جديدة جديدة في الفيات الفيات ألفين في نفس اليوم ما شاء الله فطبعا إسماعيل طبعا من أصدقاء المقربين جدا وعلى طول عاتصال مع بعض هو طبعا قاعد فترة جبيرة في الإمارات الإمارات أه في الإمارات لكن عاتصالات إذا كان من الإمارات أو لما كان بيجي هنا فهو من أصدقاء المقربين هنشوفي واحد تاني حبيبك بشأنك على اسمه هتشوفي دلوقتي وهتفاجئ بيه من حسن حظي إن إحنا ابتدينا نشئين مع بعضين أنا وكابتن رغباني السيد كان اسمي النادي في الوقت دول اللي هو مصنع ستة وتلاتين ابتدينا نشئين مع بعض وكان أول مطش كنا نطلعه كان في توقف في الدورة عشان المنتخب روحنا مع بعض كان مطش أولومبي لنادي الأولومبي وفي اليوم ده مطش ما تلعبش عشان المطرة وكده ولكن دي كان ببدايتنا تمام؟ ابتدينا مع بعض بعد كده نشترك في طريق الدرجة الأولى مع كابتن إبراهيم كيلا الله يرحمه وكان كنا بننافس في الوقت دوا للصعود بس عادنا مع بعضين ابتدينا حياتنا مع بعض كلعبة وكنا قريبين من بعض هو كان راجل إبوست ملعب كان يتميز كابتن رمضان بالنحية المهارية العالية بالرغم من صغر سنه كان هو راجل إبوست ملعب يتميز بأنه هو راجل مهاري إزاي بيوصل الفيرود للمرمى من ضمن الذكريات مع كابتن رمضان وله هو يفتكرها لما كنا بنلعب أي كان فاول بيجي هاندي بولد عند منطقة الجزاء كنا بنعتبر دي بالنسبة لنا إحنا النادي يعتبر أو الفرقة بتعتبر إن دي زي ضربة الجزاء أي طول من لكن رمضان كان بيلعب اللي كان بعد كده بيلعبها كابتن أبو تريكا كان جون جون ده بالنسبة النوحي المهارية لأنه كان راجل مهاري عالي جداً وكان سنو صغير وكان مميز عن بقية اللعبة الموجودة برضا أتذكر لكابتن رمضان كان فيه جزء وفاق كبير جداً وهو لما جاء كابتن عزة أبو الروس يمرن الهيئة العربية التصنيع بقد كده بعد كده فرقة كان بيلعب في الصعود السنة اللي بعيدها تلعب في الصعود مع الكروم نادي الكروم كان فيه تعادل هنا هو وبعدين كان فيه مطشي � 28 الكابتن رمضان كان فيه إصابة أصر إن يلعب المطش ده بحتة الوطاء بتاع الكابتن رمضان كابتن عزة من كان ف orang يلعب الإصابة وقد إصر confident وفعلاً لقية وكان زادت عليه الإصابة الكابتن رمضان لما اتنقل للنادي الأهلي طبعا كان زي ما الكابتن إسماعيل قال إنه هو الراجل راح منتخب وإحنا كنا درجة تانية ودي كان من الحاجات الصعبة إنه في العيب يروح منتخب مصر ويلعب لعب مع الكابتن خطيب في مدغاشكر في دورات في ليبيا لما راحوا لعبوا في ليبيا وكده قال إنه كان لعب مميز هتقول إيه للعبد السلام الشريف النجم من نجوم في لك؟ آه طبعا كان نجم من نجوم الحقيقة كان مساك حاجة سوبر الحقيقة القوة والسرعة والكرات العالية اللي بيتعامل معاها ومواقف واحد ضد واحد كان مميز جدا الحقيقة فيه فيه الحقيقة ذكرات كتيرة مع المجموعة اللي أنا بكلمك عليها ويمكن عبد السلام قال حاجة دلوقتي كابتن عزة تبروس كانش عابزي لعجة في المورات اللي هي الصعود إن عندك إصابة في العضلة الأمامية العضلة الأمامية دي بتبقى صعبة قوي وإنت أصريت ما خلطش إنت الممكن تتعور تاني والإصابة دي تبعدك عن الأهل وتبعدك عن أي حاجة لا أنا فكرت في وقتها إن إحنا نصعد يعني المباردة قد صعود لدرجة أقول لك حاجة كابتن صافة أنا أساساً كنت بلعب رجلال يمين أنت كنت تلعب مركز إيه في الهيئة الأرضية أنا كنت بلعب المركز اللي هي تحتوص الملعب اللي فوق اللي هو تحت الفروديين تحت الفروديين تحت الفروديين وكنت بعمل حتة دي تشوء من وره بقى حتة البليميكر وحتة إن أنا بروح للجول وبيصناعي أهداف يعني يمكن عبصلان دلوقت تتكلم في حاجة لما كان بيجينا فاول برد 18 كان اللعبات بتاعتنا خلاص ، أنا كنت بعملها من فوق الحتة دي تروح جول يعني مش بيكها مو مش بيكها مو كلم الله من زمان والله من زمان الحتة اللي هي بتاعت رجليه اقول لك حاجة غريبة جدا انا كنت مستطفى قول لانزلت الملعب طبعا ما استخدمش رجليه ديمين خالص عدت حاولي شعورين بلعب رجليه الشمال بس 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 ايه نسيت رجليه ديمين نسيت لا فيها تلايف واي لمسة بطلع بره بطلع المباره دي عدنا بردك حوالي 80 دقيقة انا ما بلمسه كرة برجلاني مين خالص وبتقف تتحكم بكترولك والكلام دا وكل حاجة لان ده الناس بعد كده افتخررت ان انا اشوال من كتر تحكمي بقى بعد ما الاصابة دي من كتر تحكمه في كرة بالجليه الشمال والتزديد والحاجات انا لحد هذه اللحظة من فكرة كاشوال وحيطها بالن ما انا بقولك فالمهم في دقيقة 80 اتلعبتلي واحدة طويلة فانا جريت ضربت السيد باك بالسرعة وبعدين ايه راي هيعمل الكرة برجلية الشمال رح كنا في ملعب الزمالك رح تكورة نطف حفرة ورح تراح على رجلية اليمين وفكرتش رح تعمل الكرة ببطن رجلية من جول رجل المصابة اه برجلية المصابة وروح تطلع برا الملعب يعني كملت على برا الملعب عطول لاني خلاص ترقعت ودي منها جي جول جي جول وكان صعود اه كان هدف الصعود انا بقول لك وقتها يعني لولا الحفرة دي ما كانش فيه صعود وكانش فيه صعود وفي نفس الوقت ما عرفش بقى كنت لعبها بالشمال ازاي فالحقيقة طبعا بردك عب السلام احنا كنا مع بعض بردك اصدقاء يعني وللدرجة ان احنا كنا بنقضي وقت كبير جدا كنا نطلع من حلوان على الحسين كل يوم او كل يومين ناكل ونقعد مع بعض وكان مجموعة جميلة الحقيقة طيب احنا انا ليه بقول لك على الذكرات بتاعتك مع فريق مصنع 36 لان بعض الناس بتفتكر ان الواحد بعد ما يبيمشي بالنادي بتاعه ما بيكملش بصلاة ولا الكلام ده كله مع الجيل اللي قبله احنا معانا كمان كابتل حسين الجزار اه وكابتل حسين الجزار تكلم كلام جامد قوي عليك اه هنسمعه وترجع تعلق على الكلام تمام كابتل رمضان اللي عب اللي هي العربية التصنيع طبعا لعب في مصنع 36 كان لسه قبل الها عربية التصنيع كابتل رمضان من اللعب الممتزين جدا كابتل رمضان لعب في مصنع 36 كان لسه 12 سنة راح منتخب مصر وهو لسه صغير قبل ما يروح النادي الاعي طبعا كابتل رمضان معظوف على مستوى البلد انه كان لعب كويس وعلى مستوى عالي كابتل رمضان احنا عشرناه من فترة كبيرة كابتل رمضان وهو كان لسه شبل وكنا كنا فورستين لعب معانا وهو 18 سنة اتخذ منتخب مصر قبل ما يروح النادي الاعي طبعا في النادي الاعي لما شفوا في النادي الاعي اخذوا النادي الاعي اصبح منه للمنتخب مصر عظهور طبعا اي واحد اتمنى انه يلعب في النادي الاعي صح؟ وهو لسه كان منتخب مصر قبل ما يروح النادي الاعي طبعا لما جاء له العرض للمصنع طبعا المصنع رحب به لانه كان طبعا العيب كويس واحنا بقى طبعا مع زملاته احنا اول ناس رشحنا انه يمشي لانه ماشيه مصلحة ليه وللنادي علاكتنا ده رمضان اخونا صغير يعني اعتبر من اخوتنا يعني مش يعتبر لعيب بس كان لعيب واخي لينا طبعا رمضان امرحب به طبعا في اي وقت انها طبعا ده اخويا صغير وطبعا لعيب لعب معايا فترة كبيرة وطبعا احنا طبعا نتمنى ان احنا نرحب به في اي وقت كابتن حسين الجزار وعشان كده انا بقول كابتن اه انا قلت اسماعيل اسماعيل وقلت عب سلام عب سلام لانه هو كان اكبر مننا واحنا كنا صغيرين كان بيحتضنكم يعني اه اه حاجة جميلة برضو كان بيحتضننا شوف يا اخي الادب فعلا نفضله على العلم شوف الاحترام شوف الاحترام عشان اكبر سنن وهو اللي كان محتضنهم فجي قولي كان ممكن يقولك مثلا جزار عادي لما قالك كابتن اه طبعا طبعا كان كابتني اعتبر كابتني وكان الحقيقة يعني هم طبعا مجموعة كبيرة وكان محتضننا الحقيقة واحنا يمكن زي مقلعب سلام احنا لعبنا بدر جدا كانوا 17 سنة وانضمنا للفريق الكبير من الشخصيات الجميلة الحقيقة طبعا انت محققلش بطولات تانية مع فريق مصنع 36 خالص لا لا طبعا وانت بتلعب في مصنع 36 وكسبته النادي الاهلي اه اه انت عملت ماتش جامد او جول اه اه كان احساسك ايه وانت بتلعب قدام الفرقة اللي انت بتحبها بس ده شغلك ما هي دي تناقض وخصوصا بعد المباراة بعد المباراة اللي حصل بعد المباراة الحقيقة انا اتفكر اقول يا ربي وده ده الموسم ده اخذنا تاتا بنت كان ننفوز ببنتين مصنع 36 اتسبنا وتعدلنا يعني اتسبنا بدور الاولاني وانتو كنت وفرقة بتقريبون اخي العرب وكنتو تضربونا ضرب اه منهم عب سلام الشريف اللي هو المساك لا افتكر اه مختار هو حمد جمعة ربنا يشفي يا رب وكمشفاءنا خير يا رب مختار يقولي اللعب هدي بتقول ربنا جامس عوي حمد جمعة اقولي بس تسبهم لي تسبهم لي حمد بيكن تجلين محمد الفتيق هو بتاعنا طبعا وحسام البادري بس حلوان يعني باسم الله ما شاء الله ما جابتش رمضان الساعد بس ده جابت حسام وابراهيم ولجوم كتيرة جدا طبعا 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 كان زي ما قلنا إينو وزي ما قلنا إسماعيل. إينو طبعا كان لعيب جبير جدا. كان جول كبير مين؟ جول كبير كان مجد عبد جواد. من حلوان كان جول كبر على مستوى علي جداً برضك لاب. كان هو ومحسن علي أخو حسن علي. أخو حسن علي عرف محسن في دادي اليوب لسردين. الأثنين الحقيقة كانوا حراسوا للمرمض وعب تصنيع. لكن زي ما بيقولك فيه بعد كده ناصر محمد علي لما راح بقول العرب وكسر مصر. لا ناصر الله رحمه كان لعيب يعفرت أي حد. ما فيش يعني الحتة الشمال بتاعتي دي أو لما بيكان بيحط كلها تحت جليه ممكن يفوت من أربعة خمسة لعيبة. لا لا كان لعيب ناشاء الله يرحمك يا ناصر. طبعا زي ما قلت لك يعني لازم أذكر لعيبة الحقيقة كمان يعني كان ممكن يكمله لو كان فيه توفيق معهم لعيبة. لا دا كان يكمله بشكل كبير جدا زي فوز التابعي وزي الحياة شيف عبد حميد وزي مجد العيسوي وزي من العطي الله يرحمه كان حاجة جميلة. بكلفت نموذجي يعني عصري. اللي كان بيتعفرت قبل ماتشي مصرها 36 كابتن جهر رحمة الله عبد. كان يقول لي وأنا كنت بروح معاه لشيلة مصر الجديد. لشيلة مصر الجديد. لعنده عربية المارسيزي السربيضة دي. كنت بروح معاه. فماتشي الأولاني كنا اتغلبنا ولا اتعادلنا؟ الماتشي الأولاني اتغلبت. اتغلبنا واحد صف. احنا كسبنا واحد صف. واحد صف. واقرع كاشر. ايوة. وأنا راجب مع كابتن جاري. فبيقول لي. كنا مسافرين احنا نلعب في افريقيا بعد الماتشي ده. اه. فبيقول له معلش يا كابتن جهر قال لي معلش ايه. دي فرقة طلع عين أم الواحد. فكادر كنت فرقة فرقة. لا فرقة يا سبيل اجمب. ما شاء الله. فرقة جمب. طيب انا هل في حاجة من ذكرياتك في مصنع ستة وثلاثين. بعد ما قبل ما اتروح النادي الاهلي مباشرة ولا. لا هي كان كل الحاجات اللي احنا تتكلمنا فيها دي. طيب انت راضي بمشوارك في مصنع ستة وثلاثين. طبعا يعني ده بالعكس ده. انا هقول لك حاجة كمان يا كابتن صفا. اه اللي ما شافنيش وانا بالعب كرة في نادي التصنيع. اه. لا يعني انا كنت ايه حاجة جمدة جدا. حالس. في الكرة في مصر. اه. في الوقت دوت لما كنا بنلعب دوره ممتازة. او بنلعب. يعني حاجة جمدة جمدة. انا يمكن في النادي الاهلة الحمد لله رب العامين. انا قدمت خمس مواسم من ضمنهم ثلاثة اربع مواسم على مستوى عالي جدا جدا. يعني فيه حتى حاجات ممكن نبقى هنحكيها. طبعا. اه. لكن طبعا وانا في التصنيع انا كنت حاجة جمدة جدا. مصرح ستة وثلاثين فيين دلوقتي من المزاد دوره. لا خلاص. خلاص. اقول لك حاجة من ضمن الحاجات كابتن صفا. اللي هي ايه. لما بيكون رئيس مجلس دارة راجل رياضي. تفرق دير. والعكس. طبعا. لما ايه. اقول لك بعد ما انا مشيت من النادي. جي رئيس مجلس دارة جديد. مسك الشرك. المصنع التصنيع. هو طائرات كان طائرات. اه. اتخيل قال لهم ايه. قال لهم راحت نادي زار النادي. قال لهم ايه ده. طب المساحة دي كلها. ما نعملها جراشات عربيات وتبسات. احنا مش لقيين جراشات. والله العظيمت زي ما بقوله كده. ده نفس اللي حصل معايا في نادي شمال القهيرة. اه. بعد ما مشيت وابص على النادي بعد كده. اه. لقيته اتحط فيه مكان. وتحط فيه بيش عرفين يا جماعة. اه. 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 هيا بتفرق بقى ان يكون. الشخصية نفسها. المسؤول. الشخصية رياضية. زي سامة. المهندس سامح فاهم ان ما مسك. طبعا. طبعا. وزي. في ناس كتير قوي بدون ذكر قسامي. طبعا. وعملوا اقلاع. طبعا. 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 انت بعد ما رحت النادي الاهلي. قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي ونخش بقى في المعمعة. هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجال. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. لما دخلت النادي الاهلي وخلاص تمشيت مع كابتن حسن ومع كمال بيحافظ ودخلته النادي الاهلي. مين اول حد قابلك في النادي الاهلي. كان مختار وحمده هو معك. هل دول كانوا تعرفهم انت قبل كده؟ طبعا. طبعا. مختار كان معي في المنتخب. السنة برضك فيه حتة فرقت معي. اللي لقبت في المنتخب قبل النادي. الناس دي كلها كان اصدقائي. اه. واحنا كنا. انا على طول طبعا. تعرف لما كنا بنعمل تجمعات في المنتخب. طبعا. كنا بنقعد مع بعض على طول وناكل ومش عارف حلويات ومش عارف ايه. فاصدقاء والملعب. دي سهلتلك بقى. طبعا. انت لما تخش النادي الاهلي. وانت لأ مش عارف حال. عارف ليك اصحاب فيه. اه طبعا. مش لسه هتعمل صحوبات جديدة. لا ما خدتش وقت. ما خدتش وقت. دخلت بسرعة جوتي من النادي الاهلي. وانت وكان فيه ماهر هممه. وكان في محمد عامر. وكان فيه محمد عامر وانزيز والسطفى ويونس. وطفى ياونس. والعبا كتير. طبعا طبعا. طار الشيخ وطار الشيخ. اه طبعا. وطفواة اللحم ومGreat Bill honest عظيم. وفاتح مبروك. طبعا. وحزم خالد طبعا. طبعا. لا لكن فيه لعبة كتير جدا احنا شريف عب منعم ومجد عبدالغاني خليف جدالة خليف جدالة كان لعيب كلها طبعا علاقك لسه طالع فطبعا المجموعة دي كلها سهلت لك بقى طبعا يعني بدل ما تاخد وقت أول ما تاخد على اللعيبة ومش عارسي لأ لانا كنت مثلا اول يوم دخلت خلص انا داخل جوة الفرقة بتاعك حلو قوي قبل ما تخش قط اللبس مع اللعبين انت وانت رايح كده خلاص ليك أصحاب زي مختار وحمد جمع وماهر أمام والشلة اللي انت معهم عاللوقت ربنا يديمها عليك يا هم وشفت ان فيه نجوم كتير جدا في النادي الأهل شفت طهر الشيخ وشفت يزيزو وشفت الخطيب وشفت المصطفى عبد وشفت المختار وشفت محمد عامر وكل الناس دي كلها ايه اللي ضار في ذهنك قلت انا هقدر اللعب على الناس دي لأ كنت انا في الوقت ده لأ في الوقت ده كنت مصطفى انا راجع من خدت سيقة بقى اه راجع من ناجيريا بطولة الأمم الأفريقية اه انا عمل بطولة يعني الله يرحمه كابت الأستاذ الناجبي المستكاوي اه كتب مقالة واحنا راجعين انا طبعا عملت مبارات هناك يعني انا جاب جول في الجزائر كابت محمود الخطيب جاب جول أولاني وانا جبت الجول الثاني وعمل بطولة على مستوى ايه فكتب كده في المقالة بتاعته وقالك بعد كده لما تحبوا تجيبوا المنتخب مصر هاتوا رمضان السيد وبعد كده بنقول عشرة ثانية وبعدين المقالة دي مش كده انا بقولها دي مكتوبة كمان يعني انا حتى شايلها عندك اه طبعا طيب عشان ننزلها بس كده للمشاهدين طيب انت بقى روحت عندك السخة ان انا جاي من منتخب مصر ولسه ملعبتش في النادي الاهلي ويعني انا بش اقولك ايه انا لعب اساسي في منتخب مصر على نجوم كتيرة جدا طيب وانت موجود بقى في النادي الاهلي مين من النجوم اللي انت قابلته في الاول كده وقاعد اتكلم معاك وبتاعه وحسيت انك ايه بقى راجل قديم بقى لك سنين في الاهلي احنا نسينا شطة كمان كان معانا شطة ده شطة على اساسي شطة على اساسي طبعا طبعا مين النجوم بقى اللي انت قابلته والله كله كله كنت مصطفى هقولك حاجة انك كابتن محمود الخطيب يعني طبعا في المنتخب فترط كبيرة فبالتالي يعني ده اول واحد برضك قال رمضان ما تقلقش وانت يا ابني لعيب كويس وكده وبتاعه هتكمل بشكل كويس كله كله الحمدلله رب العالمين انا علاقتي اصله كان بلعيبة المنتخب لعيبة النادي الاهلي عشان انا اهلاوي فاللعيبة دي كلها قريبة مني جدا لما قالوا لك انت اول مرة دخلت فيها غرفة الملابس بتاعت اللاعبين طبعا تخترف عن جرفة ملابس تصنيع طبعا طبعا طيب انت ايه اللي حسيت اول ما دخلت كده القوضة كده مع النجوم دي كلها وبتقلع فوسة النجوم دي كلها انت كنت معهم في المنتخب انما النادي الاهلي ده في حتة تانية طبعا طبعا بص اقولك حاجة يعني النادي الاعلي يعني من قبل حتى ما بتخش النادي فيه كيان اه اه كيان كبير جدا 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 يعني انا بشوف مثلا الناس مثلا من فترة دي مثلا يتكلموا عنادي الاهلي و كلموا مش عارفة على ايه اقول لهم لا لا مفيش نادي في مصر مع احترامي لكل اندياة مصر مع احترامي لكل اندياة مصر يعني حتى هيقرب من نادي الاهلي من تاريخي نادي الاهلي من انتصارات والبطولات اللي حقيقه نادي الاهلي محدش هيقرب كل حاجة بقى كل حاجة اللي ذلك أنا ما بقول الأندية وبقول الاتحادات الاتحاد الكورة أو الاتحادات الموجودة في مصر بقول لهم والله العظيم بقولها كده بتريقة ولا حاجة وأنا عوزوا بالله أنا بقول لكم اتعلموا من نادي الأهل نادي أهلي مؤسسة خدوا الكويس اللي ناسبكوا ما تاخدوش الوحش اللي شافيه وده بشعيب النادي أهلي مصدر سعادة للشعب المصري وانتو بتشوف نادي أهلي لما بيكسب بيعمل إيه وبتشوفه منتخب زي اللي حصل في المنتخب بالناشئين ومنتخب الأول بالإخفاقات اللي حصلت بتشوفه الناس بيتغمق دي إيه دخلت وقلت اللبس أه أول مرة نزلت فيها ملعب التيتش برضو زي ما أول مرة أخش النادي زي ما أول مرة أخش قلت اللبس زي ما أول مرة رجلي تلمس ملعب النادي الأهل طبعا حاجة حلم يعني أنا كل تفكيري عمال بحمد ربنا الحمد لله يعني كل بقى خطوات دي بحمد ربنا أقول يا ربي يعني الحمد لله ربي حققت لي حلمي وحلمي إيه ده حلمي كبير من واسع آه كبير أوي أوي يعني أنا حتى لو كنت بأحلم كش هتحقق كده لا هتحقق بشكل كويس أوي وألعب منتخب مصر واروح النادي الأهلي وهنا هتوقب في الجزئية دي يا ربالون وأقول اللعيب اللعيب اللي بيعمل اللي عليه وبيكتهد وبشتغل على نفسه ربنا بيديله زي ما أنت اشتغلت على نفسك في الأول وأنت في مصر 36 وأجبرت الناس أنك تاخدت منتخب وبعد المنتخب كنت ممكن تروح أهلي أو زمالك وروح تنادي الأهلي بعد كده وحققت طموحاتك لأن أنت أنت عايز مش مجرد أنها هروح ألعب زي بعض فيه لعيبة كتير قاوة دلوقتي ما تصلحش إلا في أهلي ولا في زمالك وللأسف يقول لك لعيبة كبيرة ما عرفش على أي أساس أول مباراة اللي بتاع مع النادي الأهلي قد مباراة إيه؟ أول مباراة كاسم الإلومبي في سكندرية وأحرصت هدف وهدف كنا في لعبة العرض كده أنا متبعت مين كان المدير الفني؟ كان المدير الفني كلوتشاي كلوتشاي اللي جي بعد هيدوكوتي اللي جي مع هيدوكوتي قاعد معه شوارين كده يعرفوا كل حاجة اللي هو قال لك ده جاي عشان يبطل اللعبين رغم أن كلوتشاي دوت أنا من الناس اللي أنا اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا صح يعني دي نقطة ده مهمة جدا الرجل ده كان أكاديمي وعلمنا أنك تدافع إزاي وتوقف إزاي في الكرات العكسية والتخطية العكسية إزاي ومراقبة واحد إزاي علمنا حاجات النواحة الهجومية نفس الحكاية هو أكاديمي وكان الحقيقة أعتقد أن كان بيفكر في التدريب في مصر وإنت بتلعب كده لا إحنا استفدنا منه بعد المباراة قال لك إيه بعد ما كسبت اللومبرو جيبت أنت جول لا هو طبعا قال لي برافو وقال لي جيم كويس كده لأنه هو برضا يعني الفترة الأولينية هو الحمد لله أنا كنت أساسي وهو كمان كان معجب بأدائي يعني كمان كان معجب بأدائي يعني أنت فرضت نفسك على المدير الفني أنا أقول لك حاجة كابتن الصفة الكلمة اللي أنت قلتها من شوية كلمة إن أنا إن اللعيب لجم يشغل على نفسه طبعا أنا كنت مع الكابتن جوهري في النادي الأهلي أي وبعدين أنا كنت بألعب وبعدين اتصبت أعدت حوالي لما الكابتن جوهري مسك فيه الأول آه لما مسك في فريق أول سنة واحد وتمانين واحد وتمانين بعد ما مشي كل الشاي بالظبط آه آه فكنت شغال وأنا الأساسي فلما تصبت أنا خفيت آه عاوز أخش أنا عاوز أخش آه فلا ما فيش يعني الكابتن جوهري زي ما يكون إيه قال لك لأ هو الإصابة وبعدين كان فيه ناس رجبت وبتاعه وكده وكان بيحب الكابتن جوهري كان بيحب التثبيت قوي آه فالمهم أنا بعد إيه حوالي شهر ونص كده ولا حاجة وأنا قاعد بقعد على الدكة وما بنزلتش فدخلت له بس كنت قاعد يعني مش مبسوط عاوز تلعب لا طبعا هو اللعيب اللي هو قاعد بره ده ويبقى مبسوط إنه هو قاعد بره ده لا ما ينفعش لا ما ينفعش فدخلت له القضة بتاعته آه قضة الجهاز فقلت له يا كابتن كان هو كابتن ماهر الله أرحمه آه كابتن ماهر الله أرحمه فقلت له يا كابتن هو أنا أبلعبش ليه آه قال لي يا رمضان ما انت اللي صابة وطولت وكده فقلت له يا كابتن أنا كنت داخل متنركز بصراحة فأنت عارف ما قلت له إيه؟ قلت له يا كابتن انت بالله هقولك حاجة كابتن كان كابتن ماهر قاعد جنبه أحمد ماهر قلت له أنا الفترة اللي جادي هلعب انت اللي قلت له كيه آه قلت له هلعب على فكرة الحاجات دي بتساعد بتبسط المدرب آه طبعا قلت له كابتن أسبوعين بالزبط وأنا هلعب ليه قلت له أسبوعين عشان أنا هشتغل بعد نفسي يعني انت ماخدش برضو ماخدش بالشغال الفترة اللي قلت لا أنا شغلت في التمرين بس انت شغال للإصابة بس آه إنما كفيتنس وبتاعه والكلام ده كله آه كنت محتاج فترة أنا رجحت سليم وهو قال لي لأ ده انت في فترة وبتاعه طبعا أنا هلعب كابتن الفترة اللي جاية ديني أسبوعين آه وروحت إيه؟ أتمرن التمرينها الساعة ثلاثة وأروح أتمرن بالليل أعود أجل على الكورنيج بتاع الحلوان المعادي دوت وأعود أتمرن قوة وجمي ومش عارف إيه؟ اشتغلت على نفسي آه اشتغلت على نفسي يعني اللعب لما بيعوز بيعوز انت عارب بقى كابتنصة في اللي حصل في تأسيمة كان عاملها عشان قبل مباراة فأنا كنت مكسر الفرقة الأسية مكسر الفرقة الأسية فهو بين الشطين نقلني في الفرقة الأسية هو ما خدش باله إنه هو نقلني آه ما خدش باله يعني هو نقلني طب إزاي ما خدش باله ما خدش باله يعني مش فاكر إنه أنا اتقلت هنا فقال لي قال لهم إيه بقى بيكلمهم بيعنفهم قال لهم إيه انتو إيه تشتغلوا كده ليه؟ ما تشوفوا ربطانا تشتغل في الفرقة التانية دي اللي احتياطي بيعمل إيه؟ فبص لقاني قال لهم أهم أهو مكسر الدنيا ولعبت ولعبت اللعيبة دلوقت اللي يقولك ذا الرجل المدرب ما بيلعبنيش ويستسلم ويقعد يرغي يا بترغي ليه؟ ما أنت قدامك حاجات كتيرة جدا تشتغل كم نحك الملعب 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 وروح زود وروح الشغل على نفسك يعني هي دي محمد صلاح محمد صلاح الليفربول كان من قيمة مثلا كابتن مصطفى تلس سنين ما كانش بيعرف يروغ حد محمد صلاح هو هو اللي بيحكي آه لما بيقولك أنا كنت بروح المقاولين العرب وبنام قدام الباب بتاع دي المقاولين كنت باكل بجنيه آه طبعا طبعا لما راح بعد كده راح سويسرا اشتغل شوية لما راح ساب سويسرا وراح انجلترا كان لسه شوية لما راح إيطاليا بدأ اشتغله عليه بالظبط هو اشتغل العامل أساسي كمان اللي لعيب الكور على اللغات طبعا فهو اشتغل على اللغات دي كلها بالظبط كده وبعدك ريجع تاني انجلترا بدأ اشتغل على جسمه انت شفت بعد راموس امبا ليه امبا ليه دلوقتي كل الناس عوزة أولادها محمد صلاح نتمنى ان احنا نشوف كل اللي يالك محمد صلاح بس هي عايزة تعب عايزة تشتغل على نفسك اه تشتغل على نفسك ده مش فكورة بس بكل شيء احنا بلدنا احنا بنبنيها ده المفروض طبعا طيب انت لما بدأت في النادي الاهلي امتا حسيت انك اساسي في التين لا انا من اول ما بدأت انا اشغال اساسي اه يعني يمكن هي الفترة بتاعت الاصابة اقولك حاجة احنا يعني زي ما انا ضحيت الحقيقة برجليه في مبارات التصنيع وحطيت رجليه ليمين وانا عارف ان انا رجليها بطرعة وهخرج انا افضل بطولة لعبتها تاس مصر كانت تلاتة وتمعين مع الكابتن جوهرين اه انا لعبت مبارات المقاولين وكنا اه خسرين الدوري والمباراة ايه الديئة 45 ده اخل فينا اقول في الديئة 20 او 25 وفي الديئة 45 من الشوت الاولاني متحط رمضان الترد وعلى طول متحط رمضان اه مشاكل اه مشاكل فالمهم الكابتن جوهر انت عارف بقى لما بيتنركز تتعصب اه تتعصب وملاك كده الساعة بطيل فوش حد ولا حاجة موعدين ديجبال وحامد ديجور معك اه فالمهم هو ادخل عمل كده قال لنا ما كلمناش فنيا قال لنا بص اقول لكم حاجة احنا خسريني الدوري الاسبوع اللي فات اه وانتزلوا بس يعني بتيب تيب 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 الشوت التاني اخسروا الكاس مصر واغلبكو هيبط بس وسبنا وراح قافل الباب كان هيكسروا انتو لميتو بعض وقلنا مين السامة عرباه يلعب بقى كليبت مكان متحة في رمضان وقلنا لهم بقى كنا احنا المجموعة الكبيرة قلنا لهم بص اقول لكم حاجة كانت الجهر الكلام يقولي دا صح احنا لو خسرنا الكاس لو خسرنا مبارات النهاردة كل ما هيقف في بيتهم بقى كل ما هيقف في بيتهم نزلنا الشوت التاني افضل خمسة واربعين ديئة في تاريخ اللعيبة كتير جدا لدرجة ان الكابتو الشربيني ربنا ادقوا الصحة اللهم امين كان بنزيع المباراة قال لك انا شايف العشرة بقى الناد الاهلي عشرين العيد كسبنا ثلاثة واحد ومضيعين مين اجاب اللي جوان كان علاء ميهوب من ضمن الحقيقة الجول بتاع علاء ميهوب دا انا كنت اعامله بشكل يعني يا رب تنزلونا الجول دا يا شباب لو سمعت جول عالمي يعني لان انا روغت عبودة وروحت لغاية الخط ستة يرضى وبعدين بيل انتوان بقى طالع يقفل القريبة روحت عاملها من فوقي كده في القايم القايم التاني راح تخطى في القايم وراح تجعل علاء ميهوب حطها علاء ميهوب الهدف يا شباب اه دا من ضمن الحقيقة القراط اللي يعني برضو نفس الحكاية الكابشي بينه هو بيزيع قال لك ايه قال لك وعلاء بيحق جاب الجول قال لك يا رمضان السيد ما قالش علاء ميهوب قال لك ايه دا اللي بنيته ايه دا دا بيفكرني من كابتل حسين مذكور اه طبعا مع مختار فكر القصة دي طبعا مختار قال لك دا انا باخد الكورة من صبل القيمة ودخلت بيها من دان التحرير وروحت بيها العباسية وديتها للخطيبة دوق الخطيبة الدهاني انا جبتها جول حسين مذكور يقول لي يا خطيب يا سلام عليك يا خطيب اهو دا الجول اهو بص اه اه بص اه بص اللي حاسطها فين اه راجعت من القيم ايه وحطها علاء ميهوب بص محتفظة زي يا سلام طيب انت من المباراة الحلوة اللي انت ما تنساش في حياتك في الزاكرة بتاعتك مع النادي الايه كانت مباراة ايه يعني اعتقد المباراة دي من دل المباراة دي الحقيقة من المغلوبين واحد سفر واحد سفر تكسة ثلاثة والحمد لله يعني انا كنت فايق قوي يعني فايق بشكل الحمد لله كبير اداء طبعا زوال المباراة دي وبعد يل من الحاجات برضك الحاجات العجيبة ان انا كان جالي شد في نهاية المباراة دي العضلة الخلفية العضلة الخلفية الكابتن جاري جيت ثاني يوم قال لرمضان ايه الاغبار قلت له يا كابتن انا فيه توق لشد العضلة قال لي بص رمضان هقولك حقيقة قلت له يا كابتن قال لي احنا خسرين دولة وانت هتلعب المئكس كل طب هلعب ازاي قال لي ما انا هجيب لك علاج كده هتاخده قبل المباراة ولا هتحسي باي حاجة خط لعبت بقى مباراة الاسماعيني وجبت جول لتعبت في المحلة بدماغي ولعبت النهائي الشوت بقى وراحت رجليا مفرقعة لكن انا بردك وانا بشتغل بقى يعني مش عشان بردك كابتن جوري بس لا عشان النادل اهلي طبعا احنا خسرين دوري طبعا فلازم ناخد كال عاوسترضي جمهورك اه يعني ايه ضحيل برده نفس حكاية انا انا بقول لي الكلام ده انا عاوز اللعبة بتاعت الايام ديت ربين يديكو يزيدكو كمان وكمان بس النادل اه ده فوق الجميع يا كلمة فوق الجميع دي ما جاتش كده بسهولة مش فوق الدولة لأ فوق ولاده عشان كده اللعبة اللي بتلعب دي انا بقول لكم احمدوا ربنا فيه اللعبة بتلعب النادل اهلي اه على عيني وعلى رأس احمدوا ربنا انتوا بتمثلوا انتوا بتلبسوا تشيرة الحمرة عارفيني عين تشيرة الحمرة تشيرة الحمرة دي الجماهير كبيرة جدا بالملايين بتتجنن وبتزعل وبتحزن وبتنام وانتوا السبب عشان كده حسوا بالتشيرة بتاعت النادل اهلي اللي بيحسوا بالتشيرة دي ولا كده لعب كورة وهي بطل ولا كده لعب كورة ده اللي انا بس توقفت عند الحتة مينة للحتة دي يا كبت المصطفى اه احنا خسارين دوريا لعبة النادل اهلي يعني اللي جو من النادل اهلي موسيبين ورا بعض ده مين اللي عمل كده مع بعض اللعيبة في غرفة الملابس اه يعني اللعيبة احنا لما لما كابتن جوهري خرج احنا قلنا كده لبعضينا قلنا احنا لو خسرنا المغطش ده الشود التاني احنا هنوط بيوتنا في حقي اه طب انت فاكر المباراة بتاع الدينة مزهراري كانت في السادي القاهرة اه في اول بطولة افريقية حقناها وكابتن جوهري قالينا كنتيبها لعبانا والخطيب راس حربة ومختار في اللفت اه والكابتن جوهري قالينا كنا مغلوبين اتنين صفر هناك كابتن جوهري قالينا هتلعبوا بريس عليهم ضغط عليهم اه فاول تلات دقائق مسكوا الكورة علينا تاك 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 فاول اتشاطت غيرت جاهها اه جاثت حد وغيرت جاه بعدها بعشر دقائق كده فرقة مقفلة علينا جامد دقائق الخطيب بيكلمني وانا بكلم مختار قلتولهم احنا بش هنلعب ضاغط هنلعب من نص الملعب عشان خلط هتاملنا علاء ميهوب وكان محمد عامر وانت تقريبا كنت في نص الملعب قلتولكم ايه هنخلق مساحات عشان نبدأ انا مختار عملنا الكلام ده وكتبنا اول هفتايم اتنين واحد الخطيب جاب الجل اللي هو بوشري والجل التاني مش عارف مني اللي جابه فدخلنا بين الشوطين لقيت الكابتن جاري ما بيتكلمش قال لي اللي انتو عملتو ده في الملعب انا مقدرش اقول لكم اللي انتو عموك يعني الجيل بتاعنا كان كده يعني اقولك حاجة التفاكل لما كانت بتخلص المحاضرات في النادي في قط النادي في قط الجهاز وبعدين احنا نقعد مع بعض احنا كنا بنتكلم ايه احنا بقى هللعب مين واللعبهم ازاي ونعمل ايه لا الجيل بتاعنا كان كده فاكر مباراة كوزمس ايه قصتها معاك قصتها معانا ان هي كان خلاص بقى في اتجاه ان بيبطلوا مجموعة والتانى وانت وكان مين تانى كنا مجموعة كبيرة وكان طهر الشيخ وكان مختار تقريبا معانا ولا مختار ملعبش وكان كلوتشاي بيعاوز بيلاعب اللعيبة اللي هي ما بتلعبش وعاوز ايه يفتح البير ويرمينا وقفل علينا ايو ايو الماتش ده الهفتايم الاولاني احنا لعبت الهفتايم الاولاني عملت جول لطهر الشيخ وانا جبت جول وانت جبت جول التالي وانا جبت جول التالي متحر رمضان قالك ايه بعد المبارة روحت تانى يوم الجنينة بقى يعني فرحال اه طبعا كوزموس بنلعب قدام مين باكنبور وقليو وشغلانا كلهم بقى اللعيبة كبار جدا يا ريت تجيبولنا يا جماعة لو سمحتوا المبارة بتاع كوزموس دي انا داخل كده وما بتعرف بيعود في حت العشمال دي مش مسلا يقول لي اي حاجة كويسة قال لي نفت يا ابني اللذينة دا انت كنت خلاص هيتخلص عليكم المجموعة بتاعتنا دي كلها فعملنا عملناها في طايم عالمي ايه والله عالمي انا جبت الجول الاولاني مش عارف مين اللي بها اللي بفوتها متحت رجلي من تلت الملعب اهو بس ده الجول بتاع ثهر الشيخ اه ثهر الشيخ ده الجول لان انا جريت بيه من نص الملعب اه اه وده الجول التاني الجول التاني انت ده الجول بتاعي ده اه 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 اعملت طهر الشيخ اه 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 ما يابليش الجول بتاعنا ده الجول التاني الجول فين بتاع المجر يا جماعة انت معها هي جماعة ده رمضان صلتكو ولا ايه؟ ماشي ياهوسي ماشي ياهوسي ماشي هيبي طلعوه فانا بقولك اللعيبة نفسها كلهم لعيبة كبيرة وفيه ليدر بينهم فيه احترام بينهم بننزل من غيره حتى بنسمع كلام مداربين احنا هما عادنا اسمعنا كلام مداربين من هنا ورزينا بنعمل اللقوة شايفينه صح لكن انا بقولك الجيل ده كان جيل طبعا مش هيجي جيل في الحقيقة يعني يمكن الجيل بتاع ابو تريكا وبركاته لكن الجيل بتاعنا لا ده كان عقليات ايه ده ده كان نفس مركزة في القورة بشكل ده احنا كنا بنعمل معسكرات نفسينا اه والله العظيم يعني تخيل قبل المباراة اللي بيحصل دلوقتي يقولك ايه معسكر قبل الماتش بيومين او تلت ايام وكلام ده اه ده احنا كنا بنعمل احنا اللي بدعنا احنا اللي بدعنا المعسكرات كلدي نروح من الصبح من الساعة 9 لحد الساعة 8 بالليل فاكر شقة الشابت الخطيب في الدقي وانا نجمع انا ومختار وحمد الجمعة ومحمد عامل ومامل ما كنتش باجي معاوك انا ما كنتش باجي معاوك انا اه اه انا بقولك اه فانا بقولك ايه اه شقة شطة اه وشقة شطة واحد كان بيجبرنا على كده احنا عايزين بالظبط كده طيب انت اهم بطولات حققتها مع فريق النادي كان بطولات ايه طبعا بطولة افريقيا 82 دي اول بطولة الحقيق وطبعا ده احنا نزلنا مصر كان مصر كلها في الشارع طبعا البطولة طبعا كبيرة جدا انا بعد البطولة اللي حققناها كان اول نادي مصر حققال اسماعيلي بالظبط سنة 69 سبعين طبعا الحمده اللي حصلنا على 3 ا4 بطولات دوري وبطولتين كاس من ضمن البطولة انا كنت فيها على فكرة البطولة كاس كاس مع المقاونين العرب ودرابات الجزاء ايوه فاكرة دي يا كابتون مصر فاكرة وفيه مصرات بقى كمان الحقيقه ده الماتش اللي انت لعبته وطلعت انت مبسوط من نفسك وحس الناس كلها عايزة تطير بيك يعني انا هقولك حاجة انا فيه مصرات بطولة افريقيا 81 دي مع كل شي انا كنت مميز جدا وكنت فورمة عالية جدا كل 3 مصرات اللي احنا عدناهم عملتهم بشكل قوي جدا المبارات الاسماعيلي في كاس مصر في المحلة برضو نفس الحكاية احنا بنلعب دور القابل النهائي وعشان نوصل النهائي فطبعا برضك المباراة دي انا كنت مصاب وكانوا بيدربوا فيها ضرب غريب يعني وكملت المباراة للاخر والحقيقة كنت عامل المباراة برضك ممتعة مباراة كبيرة جدا طبعا في مباراة بقى كثيرة اذا كان في الساد القاهرة او اذا كان مثلا اسماعيلي او اذا كان محلة فرقة كبيرة فرقة كبيرة كلها الحقيقة او 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 ا عليه يعني ممكن انا انا كان حظي بس وحش في مباراة الزمالك فتبتعا وكيلت بقى مصاب مصاب كان بداية الاصابة كانت ايه بداية الاصابة كانت العضلة الخلفية عضلة الخلفية كان سنك كم سنة الان كان سنك كم سنة بعد البطولة بتاع الكاس مصر اللي احنا اللي بحكي لك عليها دي مع الكابتن جوهري واللي انا العبت فيها فترة وكابتن صالح الله يرحمه قاربك ان انا العبت مباريات وانا كنت مصاب وعشان احنا خسرين دوري فانا العبت فعالطول ندالي وقال لي ايه بقى الحديث اللي يدار بينك وبينه قال لي رمضان طبعا يعني شكرني وقال لي انت عامل بطولة قوية جدا وقال لي انا هكلم دي للكورة وعشان تسافر كنا بنسافر لندن اه كنا بنسافر لندن فاروحت سافرت فعلا السفرية عدت حوالي عشرين يوم وبعد كده رجعت اشتغلت شوية وبعدين راح جالي تاني وانت اول مرة جات لك الاصابة وانت طالع لندن هل انت حسيت بقى ان مشوارك بدأ خلاص الكتر بدأ ينزل المرة التانية لان المرة التانية لان المرة التانية وانا بتعالج مع دكتور تتونهام نادي التانية الانجليزي فقال لي بعد حوالي واحد وعشرين يوم اتنين وعشرين يوم اشغاليني قال لي انت خلي بالك من خطرة تكمل فكور انت كانت الاصابة في العضلة الامية والخلفية في العضلة الخلفية وعمل تلايه فقال لي انت ايس برينت هتعمله هتقطع منه هتقطع منه زي محسن صالح بالظبط صالح كان عضله جاتلي في العضلة الامامية مباراة اهل الزمالك كان فيه لعيف الزمالك اسمه نوح نوح ادم اه نوح ادم ربنا بقى يديله الصحة لو عايش اه ربنا يكفر له يعني فبزقه الكرة وبجري فمديني بسن الجازمة هنا تعليقتي غلط بعدت فيها حوالي اربع شو كنت هبطل هبطل اه العضلة حصل فيها اه التلايف ده معناه ان فيه العضلة القضاء زي بالظبط التلايف اللي كان عندي طارة بوزيت العضلة الامامية لما عمل فيها عملية ودي ما حصلتس ومحسن صالح مهبطل عشان كده عمل عملية فيها وعملوه توصيل للعضلة دي مفروض ما تتعملش فيه لا لا متعملش هيها بتسيب الحد ما تلايف لوحدها وتقع وتاخد على طبيعتها كده وتبدأ انت بقى تغزي العضلة فهو الدكتور قال لي انت بشدر تلعب طبعا رجعت وقت قاعد مع شابتن جواري لما قالك ايه بقى الخبر ده هناك اللي نزل عليك اللي فكرت فيه قلتش الرجل ده بيتحك عليا ولا اي حاجة بالعكس ده هو يعني ملتزم التزام معانا بالدقيقة موجود معانا والشغالين والجلسات رجعت محبط محبط كبير جدا يعني شوف زي ما بقولك حلم حياتي ان انا كنت العب النادي الاهلي ومنطقة بمصر والحاجات دي كلها حلم حياتي ان انا كنت اكمل سنة كام ده كان سنة 85 ان احنا بطلنا بعديك بسنتين اه اه قاعد مع كابتن جوهري كان كابتن جوهري وكان تقريبا مدير الكرة كان كابتن هاني مصطفى اه فاعدت معاهم وطولهم ان انا هبطل خلاص كان قرار صعب اوي جدا جدا الكابتن جوهري يعني انت عارف ايه حس بزنب اه لما لعفت مطشط كتيرة وانا مصاب الحقيقة وهو اللي عارف بس والبرشام اللي انا كنت باخده ده اللي كنت بكمل ده 90 دقيقة وعدين تاني يوم مش قادر يمسي وانا بقى بطل لكابتن صفى الكابتن جوهري كنا بنعم مباراتنا عدزال مع ناية الترسانة وهو شايليني الكابتن جوهري كان بيجري ورايا وهو ماسي كيدك انا فاكر والله يا كابتن صفى يعني تعرف الدمعة كده نزلت منه يعني انا كنت سبب مثلا ان الراجل ده يبطل نا هو طبعا كل مدنة هو اللي عيب دكتور نفسه على المستوى الشخصي ده كان اخ واب وكل حاجة لينا بصراحة ومن الافضل بعد ربنا سبحانه وتعالى بيشتغل كابتن مصطفى 20 ساعة فال24 ساعة من اللي تحب تستريح تلعب جنبه في نص الملعب لا طبعا كتير بقى انت خالد جدالة من اللعيبة الكويس القوي واللعيب اللي هو اللي يعرف في لعبة كورة وانت تلعبه كورة لان الكورة بتاعيتنا احنا الاثنين كانت عالية مختار مختار طبعا مختار مختار ده من ضمن الحاجات العجيبة في الناس ان يقولك ده كان بيبص في الارض ده مختار مختار مش هيجي زيه تاني طب بيبص في الارض وهاتله ثلاثة وتلاقيه يعمل واحد كده 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 لا 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 لعيب كمان من اللعيبة اللي انا شخصيا من اللعيبة اللى انا لن انساها طب امتى اللعيب يقول ان هاعتذر هل اعتذلوا الكرة خارة هل لو هو مش قادر بدنياً ولا إصابة اللي منعته ولا هي عنده خلاص لعيب الكورة هو اللي نجم ياخد القرار ده أنا النهار ده لما كنت في الملعب وأنا حاس أن أنا مش قادر خلاص ما بهدلش تاريخي ما بهدلش تاريخي وفي نفس الوقت ما اخسرش جمهوري لأن الجمهور خلي بالك تتكلم مثلا في جمهور نادي الأهلي أو أي جمهور بأن الجمهور نادي أهلي بالذات يعني النجوم مش هي دي حياتها حيات جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي يعني ما حد شايفه معهم النجم في النادي الأهلي لما بيلعبوا بالي نجومية مع الجمهور مش بيتنقاطع بعد ما يبطل لا 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 ده بالعكس ممكن تزيد بعد ما يتبطل طبعا لا 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 طبعا فهو اللي عيب لو فيه إصابة زي بتاعت دي والدكتور هو الهالي كده خلاص أو أنا مش قادر في الملعب بس كده طيب مدربين ليهم حكايات مع رمضان السيد وليهم بصمة من البصمات اللي أنت تقول إيه ده ليه فضل عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا مستر كلوتشاي كلوتشاي الحقيقة يعني يمكن أنا بختلف مع ناس كتيرة جدا في تقييمه أنا هو الرجل ده كان مدرب أكاديمي وأنا استفدت منه كلعيب كورة واستفدت منه بعد كده كان مدرب أنا استفدت منه ولعيب كورة حقيقي في الخطرات الأخيرة لأنه هو كان الحقيقة بيقولك تعليمات جديدة تي ناس بعض الناس كانت بتتاريق وتقولك أصو ما بيشوبش أصو مش عارف إيه مش عارف إيه عشان كده الناس اللي أنت عارفها بقى دي عشان كده كابتو الصف أنا بقولك أن أنا بختلف مع ناس اللي قاله عليه كده لكن هو فعلا عنده حاجات جديدة جدا ولي بصمة طبعا لي بصمة طبعا أما ليه طيب كابتن جوهري كابتن جوهري يعني أنا بعتبره من أفضل المدربين للجنب في تاريخ الكورة المصرية وزي ما لسه بتكلم من دقيقتين دلوقتي بالزبط الرجل ده بيشتغل 20 ساعة في 24 ساعة الرجل ده كان عالطول بيطلع على الجديد كابتن جوهري كمال في النواحي النفسية حاجة كان بإعداد نفسي غير حاجة طبعا أداد نفسي هايل هايل وشحن معناوي طبعا 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 يعني أولا الساعة تصل دي كسارت 50 مرة وبيضة أصلا هي وأكثر واحد كان بيتدرب بيها حمدي جمعة كابتن عزة أبو الروس آه طبعا ده القبر الروحي ليه الحقيقة انت عاربوا كابتن عزة أبو الروس لما جيه أو جيه مشرف على الكورة لكن لما جيه هناك كان بيدلنا تعاملات كمية احنا حضرته هو مدير كورة علي أنا آه طبعا بداية الأمر 74 74 آه شخصية سطورة في الإضاءة هو لما جيه كمال كان بيشتغل معنا في النهيات وقول لك نتحرك إزاي ونقابل إزاي ونعمل إيه وبتاع لأنه كان معاه وقتها كابتن مصطفى عصمة وكان مدرب في نادي الأهلي وطبعا كان معاه الكابتن عادل طعيمة حيوة آه وكابتن عادل طعيمة ده من مدربين نعمة الأخلاق ونعمة الناس آه آه وبشيخ الحظه ما خدش حظه للأسف للأسف لكن هو مدرب كبير جدا طبعا الكابتن أنور سلامة أنا لما رجعت الحقيقة عملت مرسيمين في القطاع الناشئين وبعد كده سافرت سنة الإمارات آه ورجعنا الحقيقة يعني آه اخترني طبعا مدرب عام لما هو ميسك مايكل إيفرد كان من تكتيب النادي الأهلي في الوقت ده كان الحداشر لا أوحش فترة أوحش فترة النادي الأهلي كان مع مايكل إيفرد طبعا التكتيب وصل الحداشر آه تخيل نادي الأهلي عمر مواصل للتكتيب كابتن أور سلامة آه كابتن أور سلامة ده نجم للنجوم من نادي الأهلي شخصية جميلة طبعا طبعا يا كابتن أستطف هقول لك حاجة يعني انت عارف بس دي واحد كابتن أظهر أنا بكلمك بكلمك في التليفون ما بتردش علي آه ما هو مش برد على حالك آه فأنا عاوز عاوزين نستام تعليق في حلقة هنا ونتطمن عليك آه لما سمحت رد علينا آه هقول لك حاجة انت عارف لما تيجي تتكلم على الرجولة لا لا هو ده طبعا الرجولة هو أول سلامة أكيد كابتن صلاح حسني كمان طبعا طبعا صلاح حسن ربنا ينكمل شباك على خير آه يا رب يا رب يا شخصيات شخصيات طبعا كابتن صلاح حسن حاجة جميلة في مدير الكورة لكن كمان كابتن أنا وسلامة كاللي فضل جبير جدا 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 عليك يا مدرد طب احنا معنا واحد حبيبك قوي من الناس اللي انت بتعتز بيها قوي وكل ما تيجي سيرته انت بتبقى نقص تبكي آه والله كابتن عزت أبو الروس ياه ياه كابتن عزت هيولي ونرجع تاني نحل الكلام معرفتي برمضان بدأت تقريبا سبعة وسبعين عندما عينت كمراقب نشاط للهيئة العربية للتصنيع وكان فريق التصنيع اللي هو المصنع 36 ده الهدف ان انا اتولى مسئوليته لانه كانوا ابتدوا ويدخلوا على الدور الممتاز وهما ما كانوش مستعدين فرمضان الحقيقة لفت نظري من اول يوم ولفت نظر حتى الجهاز الاداري والفني اللي كان معايا لان انسان يمتاز بالخلق والسلوك القويم والاحترام وانسان تحس انه طموح وعاوز يبقى حاجة في كرة القدم ولو كان لحي الاحترام كان بقى له شأن اخر وهو انسان منضبط وملتزم والحتيتين دول بيساعدوا على النجاح في اي عمل الانساني اومبي رمضان كلعيب كرة بيذكرني بالاثنين لعيبة كانوا متميزين رفعة الفناجيلي وصفة عبد الحيم الله يرحمهم ليه بقول لاثنين دول لانهم كانوا مميزين عن المجموعة اللي موجودة حواليهم كانوا يتميزوا وهو من ضمنهم بتميز بانه لو كرة معاه صعبة جدا انها تروح قادر على انه يحتفظ بها كويس اولا التاني ان هو بيبقى شايف الملعب عنده خدرة ان هو رأيي الملعب كله قدام عينيه شايفه وعنده القدرة المهارية انه يقدر يمرر الكرة للزميل ومش اي زميل الزميل الاخطأ على الفرقة الاخطر على الفريق الآخر واكنه اخد الكرة بيحطها قدام زميله فرمضان الحقيقة لعيب موهوب بالطبيعة موهوب اساسا وكان ليه دور كبير جدا في فريق الهيئة العربية التصنيع مع جملائه وكان معها مجموعة طيبة جدا وممكن معظمهم لعب في اندية اخرى يعني كان فيها الله يرحمه بقى اينو وكان فيه عبد السلام وكان فيه رفاة آسم وفيه محمد علي مجموعة طيبة وحازم خفاجة يعني كان مجموعة كلها طيبة وبالرغم انه ما كانش اكبرهم ولكن كانوا بيحبوه ويحترموه لقدرته على التعامل مع الناس باحترام زائد الناحية الفنية بتاعته تمنياتي دور رمضان انه هو يكون بصحة وسعادة ويبقى موفق دايما في حياته كابتون عزة انت وحشنا وان شاء الله ليك حلقة معنا لان انت تاريخ كبير والصندوق مش عاوزوله الصندوق لسه الصندوق الابيض بتاعك كل نجوم النادي الاهلي فهيساعدنا ان انت تبقى موجود معنا في حلقة من حلقات المجري كل صنع طيب هتقول ليين الكابتن عزة الكابتن عزة انا بعتبره شخصية أسطورية بس هو جاملك شوية لا اه يمكن في الاحتراف ممكن لا 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 بدحك يا راجل لا لا بس هو كان ايه يعني مؤمن بيك هو هو جدي كده هو كان الفترة دي يا كابتن صفا كان عارف امكانياتي ايه وكان عارف الحقيقة مؤدرني هقول لك حاجة انا اول ما جيه انا طبعا مكنتش باخد فلوس في التصنيع اول ما جيه لقيته رح من لوحده من غير ما اكلمه ولا اي حاجة خالص ولا اقول له عايزه ولا مسعاي رح مطلع لمبلغ قال لي رمضان المبلغ ده اول مبلغ خدته بذكورة كان كان اول مبلغ خدته بذكورة وانا ناشئ كنت ناشئ وانا ناشئ كان كام وانت في التصنيع كان الله ارحمه كابتن ابراهيم كيلة اللي كان شغاله هو في المصنع جوا فكان بيجيلي الفلوس الجديدة اللي هي العشرة ساغ والخمسة ساغ جديدة ايه اللي اتبع فهو كان يستخدم بقى للسلوب ده الفلوس جديدة يديلك مثلا عشرين يديلك عشرين جنيه اول مبلغ خدته عشرين جنيه اه اه ده سنة كامل ده سنة اه اربعة وسبعين مثلا جبتي بيهم ايه لا يعني كان كنت انا حتت الاكل يعني وانا وانا مسلا خارج باخد الحاجات دي اروع اطلل على مطعم اكل مش عارب ايه حاجات كده لكن المبلغ دي طبعا ما كان تشيت تجيب حاجة يعني طبعا اول مبلغ خدته بقى من الكورة كويس مبلغ كويس اه كان كامل كان عشر تلاف جنيه اللي هو من النادي الاهلي من النادي الاهلي وان كابت العازس قبل عشر تلاف جنيه اداني برضك عشر تلاف جنيه اه وجبت عربية انت جبت عربية بدون مطور بقى والله كانت جديدة ايو انا عارف اه عربية الخضر اللي كانت بجيلة اه من عند عم عزة الله هرحمه عزة عم عزة عزة تبعى عربية نديلو الصحة عفو نديلو الصحة اه اه وعربيتين فعلا يعني اه بس مش عربيتين اه بصع ده ملاكي اه جبت عربية ملاكي الـ 28 دي وجبت عربية بجو بجوع تشتغل بقى وحاجات كده طيب انت كابتن عزة اخر كلام كان بينك وبينه كان امتى لا انا بتصل به على طول على طول اخر مكالمة كانت امتى يعني ممكن ايه من سبعين ثلاثة ايه اللي دار بينكو لا لا على طول اصلا على صحيته وعمل يا كابتن يعني انت عارف كابتن عزة ده لو عزني يعني اروح له اي حد طبعا ده انا يعني على العناية لانه طيب كان لك حاجة كده مع كابتن طار اسماعيل موقف الموقف ايه هو بقى الكابتن طار اسماعيل كان معا طبعا الكابتن حمد الشرقائي ومدرب وهو طبعا المدير الفني فاختروني سنة 78 في منتخب بصر فكت انا طبعا بالعب درجة ثانية اول ما روحت طبعا اول يوم سلمت بقى على ناس انا معرفش بقى يعني عكس لما روحت دخلت النادي الاهلي لديك اصحابك اللي انت عرفتهم من المنتخب اه النجوم من المنتخب انا داخل بقى مش عارف اي حد فمستغرب الموضوع فجيت فرنسة التامير الاولانية وبعدين التاني سامرينا قلت لكابتن حمادة قلت له انا هلعب ازا في وسط النجوم اه قلت له كابتن حمادة اه بلغ لكابتن الشيخ طهر انا جبتوني ليه قال لي ليه رمضان في ايه قلت له كابتن ده ايه النجوم ديه كابتن ده ان النجوم دولة هلعب اليوم ازاي ولا هلعب معهم ازاي قال لي طب بص انا هقولك حاجة الشيخ طهر بيقولك اشتغل وانت هتلعب اساسي اه هو طبعا عارف بقى يتدى بقى يعاملني يعني عشان ما ما تكدش ثقة قال لي لا اشتغل زي ما انت شغال يا ابن انت لعيب كويس اه روحنا بطولة اللعب الافريقية في الجزائر لعبت ثلاث مطشوق اساسي لعبك اساسي احيان المداربين بيبقلوا مناظرة برضو اه طبعا طبعا بس اللعب هو اللي بيساعد طبعا لا يمكن مدرب هيساعد لعيب لا ومش ممكن المدرب عنده لعيب كويس وما لعبوش طيب هل كان ليك حاجات تانية كده مع الله ارحمه كابتن سايس وكابتن دكتور عمرو بن ماجد اه طبعا لو انا بقول ان كابتن انور سلامة حط رجلية الحقيقة في حتة التدريب كمدرب بقى عام النادي الاهلي ودي حاجة كبيرة جدا 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 في الداية مشوار الحقيقة لكن انا بقول اللي قبل كده كمان كان نكتر سلامة الله ارحمه ودكتور عمرو بن ماجد يعني احنا تخيل احنا قعدنا سنة في قطاع الناشئين زي ما كون بالظبط كل اسبوع في نهاية الاسبوع يوم القمين بنعمل دراسات ونتكلم بقى يعني دورة اه زي بالظبط زي دورة نتكلم في كل حاجة البدني والفني والتاكتك وكل حاجة الحقيقة فهما الاثنين طبعا اليوم فضل يبير جدا في صناعة اسم رمضان الشاكة مدرب كان فيه خالق جدالة كان فيه حسام حسام البدري كان احمد عامر كان مجموعة الحقيقة انا بادلهم بالفضل طبعا في تكوين شخصيتي كمدرب وده حاجة جميلة ان اللاعب لما بيوصل لمرحلة بيبقى بيدين الفضل الكل واحد كان ليه فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه بصمة عليه في انه وصله حاجة معنا انه يذكره بالكلام ده كله وده كابتن سيس رحمة الله عليه وده بيهلك قيمة النادي الاهلي ازاي تربف جدران النادي الاهلي وازاي يتعلم وازاي يقول لك ده ليه جميل علي فلازم ادي له حقه حتى لو بالكلام مش لازم بالفعل طبعا 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 بعد ما خلاص احنا قلنا كده ده طيب انت اطلقوا عليك مثلا زي ما كانوا بطلقوا على نجوم كتير اسم معين قالك تيجانة الكورة المصرية تيجانة ده كان لعيب يلعب في منتخب فرنسا كان لعيب جميلة مين اللي اطلق عليك اسم تيجانة كان كابلن مستكاول وفي اسماعيل يوسف كمان نسمينه تيجانة بعديها يعني اسماعيل يوسف انت بعديها قبل اسماعيل يوسف قبل اسماعيل يوسف انا الستايل انت لو تشوك تيجانة طبعا انا كان بالبصة 14 كنت بالبصة 14 انت تقصرت بيه اه تقصرت بيه ونفس الستايل ونفس الستايل بالزبط انت فرنساوي يا رب لا ان شاء الله فالحقيقة ده لك اللعيب جامي او تيجانة طبعا طبعا فده الاسم اللي انت بقى ايه قلت احافظ عليه بمستوى اه بالزبط والحقيقة اشتغلت بشكلك وحتى الناس كانت على طول طريق ادائي كانت قريبة جدا من طريق ادائه الحقيقة نعم طيب احنا معنا يعني كلما بنتكلم وبنفتح في الكلام بنلاقي فيه ناس كثيرة جدا جات واتكلمت على رمضان السيد وقال لك انا بقولي الكلام ده ايه للجيل اللي هو ما شابش رمضان السيد رمضان السيد كان لعيب لي بصمة اه لي بصمة سواء منتحب مصر او النادي الاهلي ولعيب اللولا الاصابة الملعونة هي اللي بطلته كان بقى في حتة تانية خالص طيب احنا كانت علاقة قريبة الصحفيين لا كانت علاقة طبعا كوي اولا هي وقتها يا كابتل مصطفى وانت عارف احنا دلوقتي فيه مئة مليون صحفي لواء السوشيال ميديا اه واحنا شغالين كان يا دوبك 12 واحد ولا 15 واحد كابتل عم مجيد نعمان وكابتل نجيب المستكاوي نجيب المستكاوي جمال 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 هليل اه جمال هليل طبعا محمود معروف ونصف سليم فكري فكري ايه بس نعمثي تلك كان المصور زاعة تليفزيون هم دلي موجودين وكان عبر رحمان فاهمين طبعا كان فيه ناس كثير جدا كان حمد النحاس بمعناصب سليم جمهورية ها الجمهورية لانا كان فيه ناس كده كان احمد جهينة احمد علام طبعا كان عباس لبيب عفو ان انا بقول للاسامي كده بقولش المستاذ والاستاذ لانا كان فيه ناس كتيرة جدا طبعا طبعا طيب احنا معانا الوقت ابراهيم المينيسي طبعا نجم برنامج ملك وكتابة وبيطلع بدينا شوية معلومات بالبرنامج بتاعه على اليوتيوب هشوفها يقول ايه وده رجع تاني اولا مساء الخير على المجري وتجانا على كابتن مصطفى عبد والكابتن الكبير والكابتن رمضان السيد تجانا الكرة المصرية على فكرة يعني الشاف الكابتن رمضان السيد بعد المجري وحتى قبل ما ييجي من مصنع 36 والاسم فريق التصنيع بعد كده والشاف وبيلعب مع النابي القلي وشاف جان تجانا الفرنسي نجم فرنسا اللي عمل اعتقد خمسة او ست دوري مع اولمبيك مارسيليا واللي كسر الدولية مع منتخب فرنسا في كاس العالم 82 و86 اللي شاف تجانا الفرنسي لا يمكن ما يقولش انه رمضان السيد النسخة المصرية الحقيقية والاصيلة من تجانا اتذكر انه في الفترة دي كانت الاخر ساعة بتعمل الملحة الرياضي بتاعها وكمان الكواكب كانت بتعمل هدية مع العدد بوستر لرجم الرياضي كان لما بيتوفر لي صورة لرمضان السيدة حطاها جنب صورة التجانة لما بلاقيها نجم فرنسا متميزهمش عن بعض ده في الشكل لكن في الكرة في الملعب الحقيقية سبحان الله الأداء الاتنين بيلعبوا لعب وسط مهاجم الأداء الحرك بتاعهم الرجل الشمالي العالي قوي في الكنترول على الكرة وفي الشوتنج وفي الباص بالضبط بالضبط رمضان السيد النسخة المصرية اللي تجاهنا الفرنسي الحقيقة رمضان السيدة وكابتر رمضان السيدة اللي نتمنى له الصحة والعافية دايما واحد من النجوم اللي متعتنا فيه ربط جد أفتكر له مباراة لمصمع 36 أعتقد كابتر مصطفى كان موجود فيها والأهل اتغلب واحد صف يمكن كان حمد جمعة لمن اللي قلش أعتقد وكابتر رمضان عمل مبارك ديه قوي قوي على الأهل وخرج مصاب ومازال تفكر شكله هو شايلينه على النقالة وخارج كان السيدة القاهرة فيه عاجب تكرمين الرجل العسكري الإسعاف الأصمر الرمز التاريخي للنقالة في السيدة القاهرة وهو شايل الكابتر رمضان السيدة ومخرجه وتشال ساعته على النقالة على النادي الأهل على طول لأنه أعتقد بعدها جي النادي الأهل على طول رمضان السيدة جماعة تجانا المصري بجد يمكن الميديا ما كانتش بعد كده الكابتر رمضان تجانا الفرنسي اعتزم تقريبا تسعين واحد تسعين وكابتر رمضان برضو كان بطر فبالتالي الميديا مركزتش كتير على التطابق الكبير أكثر منه في الشكل لا في الأداء الحركي والمهاري والرجل الشمالي المميزة جدا عشان كده كان كابتر رمضان السيد جدير أنه النادي الأهل يجيبه من مصر مع ستة وتلاتين ويحقق انتصارات كبيرة جدا مع الأهل ومع منتخب مصر سواء في الألعاب الأفريقية أعتقد أو ألعاب البحر المتوسط كتير لما شفنا تجانا المصري ممتع ومبدع فيها كل التوفية كابت المصرفة ودايما وأبدا من كابت الرمضان في أحسن حال هتقولي إيه اللي هي مبعا؟ طبعا الأستاذ إبراهيم ممتعنا الحقيقة في بردان جمالك طبعا كتابة الدوتر بتاع عادي طبعا معا الأستاذ عبدالك طبعا من النار الشخصيات اللي أنا بحبها جدا وبعدين تعرف إيه؟ أنا بحب الأهلوية اللي هم يحبوا الناديهم قوي آآ بحبوا النادي قوي هو بيغلطوش في حد ودي أهم حاجة يخلي بالك وهو شخصية جميلة الحقيقة طيب إحنا بعد التعريب بتاع الأستاذ إبراهيم المنيسي معنا واحد كان أنتيمك مين اللي كنت تحب الستريح لما بتشوفه في الدفاع بيلعب؟ مهر همام آآ طبعا طبعا آخر مرة كلمت وقامت ده لسه الأسبوع اللي فات ومهر لازم معنا في كل حلقة آآ 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 احتاجين كل واحد يعني يقول كلمة جميلة كده في حق رمضان لان رمضان فعلا من الاخوة الواحد فعلا اخ وعزيز وطبعا عايز اقولك انه مدرب كمان مدرب عالمي من المدربين الاكرفاء جدا لكن مش محظوظ فنتمنى للرمضان ان شاء الله بيجناله في حياته التدريبية انه هو يوصل الهدف اللي هو بيس عليه وربنا بدي له الصحة والناور يا رمضان هتقول اولا فيه موقف ليك مع ماهر كتير اوي ولينا موقف موقفين كده من الحاجات اللي هي اولا طبعا ماهر انت عارف هقولك حاجة في الطفا ما اعتقدش ان فيه مجموعة في اي نادي في مصر متواصلة مثلا 30 سنة ولا 25 سنة مع بعض اقدم احنا الحقيقة ماهر حمامه مكتر مكتر وحمد الجمعة محمد عامر يعني وانت كنت على بردك فترات شطة الحقيقة انا كنا بسمينكم مجموعة الفلاحيين اه شطة كان عنده طباخ على طول يعمل ايه بامية ده بامية باللحمة وكبه الويكة دي اه اه فلا مجموعة مجموعة جميلة كنا بروح ساقة الكابتنى محمود الخطيب اه بتبدوء ديت يعني اقولك احنا لنست كنت بكلمك دلوقتي ده الخطيب كان بسين كنت باته في الشقة الوحدوكو كمان اه اه لا وكنا نتكلم ايه هلاع مثلا المقولين هلاع مثلا اسماعيلي ده عندهم مثلا فلان هو نتكلم كده وعنا كنا بنقول ايه لازم نخلص الماتش في اول ربع ساعة لازم نعمل كذا وانت عليك كذا وانت عليك كذا احنا خلي بالك اقولك حاجة احنا عدنا فترة كبيرة جدا اول 20 ديئة بتخلص المباراة اه طبعا اولا ده كانت فرقة ملهاش حال اه احنا ما شوفنا الفيديو مع كابتون جوهر انا قلت ايه ده هنكسب الفرقة دي ازاي واه اه اعلى طول كلمت انا والخطيبه مختلطولهم مش عاوزين نسقت كتير ام احه ولازم نخلص الماتش في اورها الساعة لوفن اخلصنرش هم هيخلصوا عليها في ساد القاهرة بدني اه طبعا اه اا طيب تدريب ام بعد ما اعتدالت انتخدت قرارك أحيانا الواحد بيبقى مشاوشار كده شوية كده بعد ما بيلعب كرة ببقى فيه نجومية ومع الناس وبتاعه عايش معاهم وكل حاجة بتيجي بعد كده هتشتغل في إيه إنت قرارك اللي خدته بكل حسن كان إيه بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل والواصل حلقة الليلة من المجري اهلا بحضراتكم بعد الفاصل كابتر رمضان ممكن احنا قلنا الإنسان أو اللاعب الكورى لما بيجي يبطل يعني حاول يجرب هنا شوية هنا شوية هنا شوية انت خدت قرارك مرة واحدة للتدريب اه طبعا ليه اخترت التدريب كنت مجهز نفسك كنت مجهز نفسك اه ونت بتلعب ولا بلعب كنت مجهز نفسك ازاي يعني مع المدربين اللي اشتغلوا اللي انا اشتغلت معي اه يعني خدت من كوتشاي اه خدت من دوكوتي خدت دوكوتي اه نظر اه يعني لان انا ما لما جيت كان هو مش ايه اه طبعا انا جي كابتن جوهري حاجة الجميلة دي والحاجة العظيمة في التدريب كنت كابتن انور سلامة برضو يعني كل يعني انت استفدت من مدارس كتيرة جدا موجودة اه اه كل الكابتن عمينا من حاج نعم اه افضل واحد مداربين اللي جون في تاريخ مصر بيعرف في عدك نفسيا ويحفزك يعني انت كنت اخدت قرارك في التدريب اه طبعا انا كنت مجهز جدا ولا دارة ولا اي حاجة تاريخ ولا دارة ولا اي حاجة تاريخ اخدت دورات للتدريب اه طبعا اخدت كل الدرسات ايه الدرسات الدي والايه وكل حاجة كل حاجة الايه دلوقتي اللي فيه ناس مداربين بشغالي في الدور ومتدر مش واخدينها انا واخدها من فترة كبيرة الحمد طب ما هولا هما والشهدين هما ينفعوش تشغلوا في هما يقعدوا في المدرجات زي علمائهم يقعد في المدرج اه في مصرات افريكيا علمائها بيقعد في المدرج عشان ما مع الشهد المدرج اه انت معاك دورات دي اه معايا طب انت فيه من تدريب لا انا يعني اخر حاجة كانت الحقيقة نادي الإلومبي وزي ما الناس كلها عارفة عملت فرق اجندة جدا وفرقة قوية جدا وبالدرجة ان رئيس النادي الكابتن ناصر الشالزي كان في لقاء بعد المباراتين كسبنا ابو ايدل الاسميدة في ملعب 4 واحد وكسبنا الحمام 2-0 في ملعبهم والحمام دول ما حدش بيكسامهم خالص كان عامل لقاء في مع الكابتن خالد لطيف وقال له بيسأله قال له لأ احنا الكابتن لوان عاملنا فرقة جامدة جدا وحنا هنصعد قبل العيد كمان هنصعد بدر قوي اه كان قاعد معايا الكابتن فاروق السيد طبعا نجمل كبير يا سلام احلى وين جرات شفتوا بالضبط اه حاجة زي كده جرينشة اه 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 خنجامه اه واحنا عاديين قال لي المزاح كده قال له كابتن رمضان مش جاء لعيب الكورة ده جاء باع فريط انا يعني بقى لي عشر سينين ما بفرقش على فيرة الانومبي انا لما قالوا لي روح تتفرج استمتعت انت بدأت انت بدأت تدريب في نادي الاهلي مش كده اه طبعا بعد ما اعتزلت خد اهلت نفسك اهلت وخدت الدراسات بتاعتي واشتغلت في قطاع الناشئين قطاع الناشئين عدت كم سنة مع قطاع الناشئين مع مين من المدربين لا كنت انا ماسك الفرق يعني انت كنت ماسك القطاع يعني كنت ماسك اول تجربة اللي هي كانت معي 11 سنة الفرق التيم اللي هو بتاع سيدعب حقيب وعدت معهم كم سنة عدت سنة واحدة واخدنا معهم البطولة وبتفوق كمان الحقيقة احنا كان عندنا تجربة كان الدكتور عمر ابو المجل بيقولك انه كان مسك الفرقة من الناشئين طلع بها الفريق الاول وحققت نجوم كبيرة جدا وحققت نتائج كبيرة جدا انت شاف ان ده اسلم لكل مدرب ان ياخد الفرقة بتاعه ويمشوا بالتدرج ولا انت شايف ايه يعني هي دي تجربة لكحة ومع دكتور مسلا عمر وفي تجارب دكحة تانية لما بصد برضك اللعيب او الولد الصغير بياخد من كابتن مصطفى بياخد من ربان السيد بياخد من دكتور عمر بياخد من مختار اعتقد ده كمان بيبقى فيها استفادة كبيرة لكن التجربة بتاع الدكتور عمر لا هو كان مركز فيها وبيعد فرقيته مثلا هيزود كل سنة هيزود النواحة البدنية قد ايه هيزود النواحة الفرنية قد ايه هيزود تكتج بتبقى عنده مساحة برنامج بيينفزه وعنده مساحة الحقيقة وممكن تبقى سياسة القطاع نفسه طبعا اللي يقولك عديلي فرقة لبعد سنتين طبعا طبعا ودي تجربة نكحة جدا والتجارب التانية طبعا تجارب نكحة طلعت بسرعة البرق بعد سنتين مع كابتن انور سلامة الفريق الاول جت ازاي جت ان انا كنت في الابارات مع دكتور عمر انا ودكتور عمر ومحمد عمر بعد سنتين في القطاع الناشئين سافرنا والحقيقة حصلت مشكلة هناك بين دكتور عمر وبين رئيس النادي على اتفاق كانوا متفقين وفنيا وحاجات كده اتغير فدكتور عمر قال لي احنا هننزل فنزلنا يعني شو بقى الحاجة يعني اللي ربنا بقى يكون كاتبها لك كمان محمد عمر نزل على كابتن جوري اتخب مصر مدرب معاه وانا كابتن انور سلامة طبعا اخترد معاه مدرب عام في الفرقة السكنة فيها الحقيقة بعد مايكل ابرت وطبعا دي كتتنقلة بالنسبالي نقلة كبيرة جدا ونقلة العمر كمان كتت محتاجة وقت عشان تتنقل النقلة دي اه طبعا كتت محتاجة وقت لكن هي ربنا جابها لي بدري وانطلقت بعد كده بعد ما شغلت مع كابتن انور سلامة انفصلت عنه عشان تمسك فرق لوحدك اه اين استفدت من كابتن انور سلامة لا كابتن انور سلامة انت عارف من مدربين الكبار اللي في مصر في الحقيقة اولا على طول هو محضر شغله محضر شغله الحقيقة كمان بعلمي كمان نواحة البدنية والنواحة الفنية عامل برنامج تدريبي بينفزه الحقيقة فطبعا استفدت منه كتير جدا جدا ادرت من التسعين دقيقة كمان في المباريات برضو من المدربين المميزين جدا وطبعا اخدت خبرات منه زيها دي الخبرات اللي كانت القديمة اللي عندي اتعلمت من المدرب المصري ولا تعلمت من المدرب الاجنبي اكتر اتعلمت من دا ومن دا عشان مخفص حق كولتشاي انا تعلمت من كابتن جاهري طبعا وكابتن انور سلامة والشيخ طاها اللي هو طبعا يعني الحقيقة يعني شخصية عظيمة في التدريب كمان وفي نفس الوقت كولتشاي بعد ما خلصت شغلك مع كابتن انور سلامة وبقيت انفصلت عنده بعدين بتمسك فريق بقى فرق لوحدك كنت اصغر مدير فني في الفترة دي كان سنك كم سنة؟ كان سني 29 سنة رحت اسوان رحت الالامونيوم اه وبعد كده رحت البترول اه ورحت امبي ده ما سيبتش نادة في مطروجيت مطروجيت وانت ما سيبتش حق وبعد كده رحت بلدية اسيوت البترول اسيوت وبلدية المحلة والدخان والرجاء واخيراً اللهم بسلملي على الناس الحلوة دي كلها لا انا بص اقولك حاجة انا خدتها من اسوان لغاية الرجاء اللي هو الرجاء اه مطروح مطروح يعني خدت المحافظات كلها المحافظات كلها بتستمتع؟ طبعاً السنة بموت من التدريب حلوة اول هل زي مثلاً جنوب بتاعنا جنوب الصعيد وشمال لمصر هل في لعبة موغوبين هناك؟ يا خبرة بيضة هقولك حاجة كابتان مصطفى بعد تجربة الدرجة الاولى على طول مع كابتان اول سلامة انا جالي نادي اسوان كانوا في الممتاز دي فالمستشار مصطفى حمد الله ارحمه جال القاهرة وقال لي احنا عاوزين نتعاقد معاك وكدا بس احنا هنشتغل السنة دي مش هنشتغل على صعود يعني مش نعمل موازنة عود لان الامونيوم معاهم احمد ماهر بقى ثلاث سنين وعملش فرقة جامدة جدا ومعاهم المهندس سليمان الرضا كان وزير يعني موفان له كل حاجة هم يسعدوا السنة دي واحنا نسعد السنة الجاية قلت له لا قلت له انا معرفش اشتغل كده احاوز نتعاقد مع بعض نتعاقد مع بعض ان احنا نشتغل على الصعود قال لي طب هنصرف فلوس على الفابق طب احنا هنصرف فلوس والالامونيوم هيصعد قلت له لا مين قالك ان الالامونيوم هيصعد ففعلا قلت له طب هقول لك حاجة ادي للمديري الاداري المعايا كان اسمه عبد الشرقاوي مية وخمسين الف جنيه وانا هجيب لعيبة ونصعب السنة بالمية وخمسين الف جنيه قال لي هنصعب بمية وخمسين الف جنيه قلت له اه روحت بقى جبت ايه طارق مصطفى على موفق الباشا جبتهم من اين اقول لك حاجة تجارب غريبة جدا طارق مصطفى بلعب مباراة في السكة الحديد مع السكة يكون ده في الدرجة الاولى اه في الدرجة الاولى فجيل ايته جايلي كده قال لي كابتن ممكن تجربني انا العيب بمركز شاين بابا وانا هاعجب هو اللي جالك كده اه هو اللي جالك كده مش حد جايبه يعني قلت له خشي لعبي الشوت الاولاني حاجة تصوبة تروح تجايبه قلت له اقعد هنا جنبي ما تمشيش قلت له بعد شوية وهتروح نخلصك بمركز شاين بابا وفعلا خلصت تجربة ثانية احمد حسن احمد حسن تخيل باللعب مغاغة ومغاغة جايين اه متفقين مع المستشار مصطفى حمد ان هما جايبين عشرة لعيبة وهو حاطس عنيه عليهم ان هو هياخد منهم انا هبنلعب شوت الاولاني ولد صغير كده اه كان بيلعب طروس الملحب ملفت مكسر الدنيا فاجينا بعد نهاية المباراة قلت له انا عاوز ده قال لها كابتن عايزة ايه ده 16 سنة احنا عايزين حد سندنا السنة ده قلت له هاتلي ده قال لي طبعا هنتفح في ولد 17 سنة 10 تلاف جنيه قلت له اتفح فيه 10 تلاف جنيه والموسم اللي جاي هتاخدهم 250 ألف جنيه ياه والله العظيم زين بقولك كده قبل الصفح وفعلا طبعا خبناه ولعب معانا موسم وروحت مودين منتخب ايرومبي كان كابتن فروس هذا الله ارحمه مع بوكير الرجل هولندي اه هقولك اسمه هقولك اسمه الوقت اه رحت وراح لعب منتخب ايرومبي وفعلا السنة التانية الاسماعيلي خده 2250 ألف جنيه كان الوزير رعب منهم اما ورا دفع المبلغ بتاع احمد حافظ اه كان تجربة تانية بقى سيد معاوض سيد معاوض انا مسكت الالمونيوم وبعدين دوره ممتاز اه وبعدين انا بحب اتفرج وانا بمسك فرقة بس السن اللي بقى قريب فبتفرج على مباراة 16 سنة برضو نفس الحكاية سيد معاوض ده بيلعب ومكسر الدنيا انت ماتمرنتش مع الدارة جوي الاب كده قالنا عمري ما اتمرنت معاوض وطب بكرة تبقى موجود بكرة تبقى موجود في الملعب وهتتمرم معاوض الكلام ده كان السبت الثلاث عندنا التحاد سكنداري الثلاث عندنا التحاد سكنداري ايه دوره ممتاز فانا جيت بعمل محاضرة بالليل فقلت لسيد معاوض بعد المحاضرة لقيت لك اللعبة الكبيرة كلها حسين عب لطيفة على حمام ابراهيمة على سعيدة على متعارف ايه على الجهاز ال قلت لك هابتين ده محطش جامد واحنا وتغيروا كلهم ده هيلعب ده هيلعب ولعبته دفندر مش باكليفت دفندر وكان نجم المباراة في المباراة دي خد نجم المباراة كان سنه كم سنة كان سنه 17-18 سنة بيبان على اللعب واضح واضح وكان يعني كان سبب ان احنا كمان نجيب جولين احنا كسبنا ثلاثة يعني كان نجم بردك دولت في اشواط مين عبدالحليم علي كمان عبدالحليم علي كان بعاية في الاشتراقية الدخان وعرضته على النادي الاهلي ورغم ان هو احنا في الموسم ده كنا عاملين فرق ست نقاط عالتحاد عثمان كان مسيكهم الكابتن عصام بهيد ويعني هقول لك مثلا ايه سبب رئيسي في عدم صعودنا كان عبدالحليم علي ضيع مثلا مش اقل من 150 جول انه بعد كده بقى نجم اه انا قلت عليه كده بقى كمان انا حتى لما كنت بجاء كلم مع المسؤولين في النادي الشرقية للدخان بطلقهم الراجل ده هيبقى افضل مهاجم في مصر اقول لي اكابتن افضل مهاجم اكابتن ده احنا السنة دي هو المطعب مصر طب هتشوفه ده هيبقى افضل مهاجم في مصر يعني اذن هنا هبدو نعطي كلامك اذا فيه في بلادنا فيه لعيبة موابين كتير جدا محتاجين عبدالحليم اقول لي عن دليب اهو طبعا طبعا محتاجين ان احنا نروح لهم طبعا طبعا تروح لهم حاجة واللي يكتشفهم حاجة واللي يؤمن بيهم بامكانياتهم حاجة تانية فكل الحاجات دي الحمد لله كانت موجودة طيب سيد معوض وهو كان معي في حلقة من الحلقات هنا انا بتكلم بقى بعيدة عن ابو ناسب والكلام ده كله قال لي ان انا رحت الالمونيوم وكان كابتن رمضان هو اللي اختارني وبعدين ما مشي كابتن رمضان مشي مشيت انا وبعدين مش عارفة ما راح فين انا رحت وبدأت مسيرتي ايه صحة الكلام ده صح او فعلا انا عملت موسمين موسم في الداره المنتاز وموسم في الداره المنتاز به وبعدين سيد اول ما انا مشيت طبعا قطع حوالي 6 شهور وبعدين انا كلمت له النادي الاهلي طبعا كان الكاد الان رجعت اعدت في الفيوم اه اعدت بيتهم اه اعدت بيتهم 6 شهور كلمت الكاد السابت وكان معاه انجليزي مع فاكر هارس وقعد معاهم حوالي 10 ايام بس هو عشان كان جاي انا قلت لهم روحت دخلت السابت الحقيقة قلت له خلوالك ما تقيموش دلوقتي لان هو جاي من بيتهم 6 شهور قاعد فالولد دوت لعيب كويس ولعيب سوبر ما اتفقوش طبعا وما اخدوش قرار ان هم يتعقدوا معاه وبعد كده راح الاسماعيل الاسماعيلي طبعا قصر الدنيا في المعناد الاسماعيلي طبعا وكان من نجوم الكرة في مصر ومنتخب مصر ومنتخب مصر طبعا وبصفة أساسية ونجم كبير سيد الحياء ومن افضل اللعيبة اللي جات في الحتة الشمال في مصر في الحياء سيد معوض مش ابو ناسا بقى لا سيد معوض لعب منتخب مصر ولعب النادي الاهلي والاسماعيلي والألمونيوم وكل الحدث لعب فيها شوف هيقولك ونرجع للتاني طبعا يعني واحد من الناس المهمة جدا في حياتي يعني والدي التاني بعد والدي الله يرحمه يعني واحد من المؤثرين جدا من بداياتي يعني اول مدربة عملت معاه على مستوى الاندية الكبيرة يعني كبت رمضان اول واحد داني الفورصة ملعبني فلسطين في الالمونيوم من عندي 17 سنة اول واحد كان مؤمن بقرارتي فاللي هو افضل علي كتير جدا يعني بعد ربنا انا حبب اشكوره جدا ويمكن ليه موقف معاه في الالمونيوم بعد ما عنا سنتين وكبت رمضان ساب الفرق ومشي يمكن انا من الناس اللي اتأثرت جدا وقعدت بسبب الموضوع ده حوالي ست او سبع شهور ما رحش النادي وما بطمرانش لحد ما قدرت ترجع مرة تانية كبت رمضان على مستوى التدريب واحد من اهم المدربين واحد من الناس اللي بتدي فرص للولادة الصغارين بتدي فرص للناشئين واحد من اوضى المدربين اللي ممكن تكون في الاخورة جديدة فانا شعرت مجروحة فيه على مستوى التدريب اما على مستوى التدريب اما على مستوى الشخصي كبت رمضان انا زي ما قلت في بداية الفيديو هو زي والدي بزبط واحد من الناس اللي وقفت معايا بشكل كبير جدا من او انا صغير واحد من الناس اللي انا شرف ان انا دخلت بيتهم انهما عائلتي التانية يعني كبت رمضان من الناس اللي انا باخد رأيه في اي حاجة سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الايام ما كنت لعيب او كنت مدرب ؟ اظن بنتنا ماشية على حاجين ما ينبو اه اه دعا سيد شخصيها جميل الحق حاجة دعا سيد جميل اه طبعا هو جنز رشا بنتي جالك ازاي تقدم ازاي تقدم والله وهو هو في الاسماعيلي و طبعا انا لما اردته على الناد الاهلي والتجربة ما نجحتش يعني فلما راح الاسماعيلي كنو على العراق عصول بنكلم بعض على طول لان هو مرتبط بيا صبات كبير جداً بعد الاسمين اللي هو اشتغاله معي في الألمونيوم فطبعاً في الزيارة كده فشاف رشا في آخر الزيارة قال لي كابت ان انا بصوب قال لك يا عمي اه بعد ما كابت ان انا كعمي اه اه قال لنا بصوب بيد رشا عصول على سناء احسن منك يا سيد ما شاء الله وانت من ولاد رجالة جداً 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 وانا عارف شافلك كويس بالتوجيه هو بيلعب؟ اه كنا بيتكلم في كل حاجة مع بعض بيتكلم على فول مع بعض كانت هو بيدرب هو بيلعب الحقيقة لكن هو زي ما بيقول لك يا كابت انصطفا من اللاعيبة القليلة بقى اللي جات في الناحى الشمال دي حاجة جنبة جداً اه لا لا كان لاهيب جامل كان بيعمل الجابحة الشمال يعني مش شرط بقى معها لعيبة يشتغل كان بيسجل و بيرفع و بيشوت و بيغير مكانه بيعمل الجامعية هو طبعاً رشا متجاوز رشا رشا دي في ناس تقولك ايه السوبيان و البنات انا عندي رشا دي كبيرة اغلى حاجة عندي في حياتي مليون راجل اه اغلى حاجة عندي ربنا خليها لك ايه الطيبة دي و ايه الزوء ده و ايه الأدب ده اه اه عندك بنتين اه لا بنت بنت و ولدين احباد و محمد اه يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام اه انت و خالق جدالله و متحط رمضان و انت على سلم بالطيارة اتراهنتوا تراهنتوا علي ايه اه ده احنا قبل قبل ما نركب جبت المصطفى اه كان فيه سفرية كده بعد ما بصلنا يعني انا هحكي لك موضوع الطيارة ده لان لها قصة تانية اه لما خدت بس نحكي الاول للرهان اه الرهان دوت ايه كنا في الفندق و فيه السلم و فيه السلم طلع والحطة نزل تحت كده اه وهو خالق جدالله ايه طلع مع متحط رمضان قال له لو تطلع دي اه مطلع على طول كده اه 20 دولار فمتحط رمضان شاف ال 20 دولار سلم على 20 دولار راح ايه راح طالع و هو طالع في نهاية السلم خبط في الطرابزين ده واقع واقع في الارض فايحنا الطبيعي بيقول لك اي حد بيواقع بتضحك فهلتحكنا ده جلور اخلت جدالة بالسكينة قال لي والله لما ونت كنتوا لتنين مش كده ده هقال لك خلت جدالة لك لأ يكمل للاخر ده الراجل واقع مات فمتح قال لك مجملتش لالباشر ما يتبعش لأ ومتحة تقمع عليه اه لأ فخلت جدالة لك ايه لأ مش هتوع فلوس سيتك فتح بقول له ايه حياة امي وهو لسه ما فقش حياة امي هاخدهم لأنا بموت بقول لك والله العظيم جيل ولا بالسكينة ايه بقى فوبيا بتاع ركوبك التايارات لا التايارات انا بحبيش التايارات خالص يعني لو اركب مثلا شهر وما طلعت حج وعمرة وبتاع كل الحاجات دي بعمل ايه منابش نيوم اللي قابليها قابلي مسافر واول ما اركب التايارة خلاص ما فيش رمضان بستايارة في الطيارة نومبا لايم كنا مرة راحين زنبيا السفرية اللي احنا اللي انت حكيت عليها ديت كانت الجابون 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 اللي كانت على المحيط ايوة اللي رجعنا تاني كنت عاعد جنب السفرية الشحات فانا طبعا عشان بقى قلتلك بلاي لا الرحلة اللي هي بقولك اللي متحة رمضان تخبر فيها دي اه 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 ايوة صح انما معرفش الرحلة التالية لا الرحلة دي كنا نزيم في مطار الزنبيا وتقريبا نرحين في كينيا او حاجة كده يعني اه فالمهم انا نايم بقى فلقيت في حركة في الطيارة قلت له امتي كده بقوللي يا كابت ان احنا نزيم خلاص قلت الحاسف قال لي نزيم ايه ده الطيارة هتوقع يا امهار يشويد طيارة هتوقع اوه والله شو بقى اه انا اصلا بخاف من الطيارة اه والراجل قال لي الطيارة هتوقع كانت نحاسف فقال لي ده احنا راجعين تاني مطار الزنبي قلت له ليه قال لي ده فيه عطل في الجناح اللي انا بخاف منه بقى ان ياسع عطل في الجناح طب احنا في الهواء طب انت بتسفر ازاي دلوقت برضو نفس الحكاية بتنام بقى اي سفر انا مبقاش موجود على الطيارة اه موجود على الطيارة اسمي بس لكن انا بنام يعني لو انت طالع الوقت وعمر ولا حيك ده طلع مركب لا ده لو فيه حتى عجلة ممكن اخدها لكن الطيارة دي صعب قوي طيب احنا دلوقتي كلمنا معك في ذكرياتك ومواقفك ايه الموقف اللي انت متنسويش مع مختار وحمد جمعة ومهر امامه ومحمد عامر ايه هو الموقف بص اقولك حاجة المجموعة دي احنا و احنا بنلعب اه كنا بنقعد مع بعض الاربعة عشرون ساعة كويس يعني ما بنسيبش بعض خاله موقف حصل لكم انتو بيتاكلوا وانتو قاعدين وانتو نايمين حامد جمعة اسمي هو على فول العنصر اللي موجود في كل المواقف حامد جمعة ممكن ايه نبقى مثلا قاعدين بنلعب مثلا كوتشينة ولا بنلعب متعارف ايه هو بتاع وهم جاي مثلا ايه انت عملت حاجة مثلا ايه قم خبتك في زبرك مثلا خبتة انت عارف ايدي احمد جمعة يضربك على دين كده حاطيني ممكن يجيب لك غباء ويقول لك يا اخي ده انت غبي يا اخي غبي ايه انا اللي غبي اه كان كده مع فوز السكوتي كان كده اه ومع حسام البدري دعم موت حسام البدري مرة انت فاكر لما مسكوا المسكة دي فالمسكة دي مفروض ايه بتمسكوا وتسيبوا هو مسكوا الغسمة وهم عليها زي ما اخو مسك ارنب مرة كنا عند مختار في البيت اه بنلعب برضو متفرج على مطش ومش عارف ايه وبعدين فيه شاي انت عامر قال له ايه كده ولا بتاع راح مسك كوبات الشاي يا اخي انت بتهرج يا اخي ده اعلى عامر والشاي سخط قال له انا اني بهرج الله يخرب بيتك ايه انت فاكر مرة كابتن جوهري احنا كنا اتمررنا الساعة كنت مرر قبل الماتشاة بتاع الساعة ثلاثة الاربا بتاع الناشئين اه واتدربنا تدريبتي ايه القوي وبعدين عمل لنا كابتن جوهري المغرس دوت الكبير ده زي الحمام السباحة اه اه فيه مية سخنة اه نار فا احنا متضرش تنزل اه انا 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 دخلت كده وليه اتحملي جمعة ورايا اكنه بتمشى وقام نزل وماية بتغلي بتغلي وقام قاعد فبقول له الحمدي اه يقول له كنته خنافس اه فالمهم ايه بعد شانية الكابتن جوهري بيندهله اه تعال عشان هتكمل التأسيمة تلعب مع الفريق الواحد وعشرين هو مية سخنة فوقي جمل بالظبط كده وينزلوا كنحصل عيف الملعة بسم الله ما شاء الله عليه خارج ما شاء الله ربنا يشفيه امين يا ربنا يشفيه احنا نتكلم بجزء اسمه قضايا عامة زي ما بدأت معك في بداية الحوار واحنا وقفين انت شايف الكرة المصرية ازاي دلوقتي انا بقول ان الفترة احنا بقى ان داخلين فاربعة خمس مواسم كده الكرة مصرية بكارتسة يعني انت بتكلم مثلا اقول لك حاجة اجاب نصف لو بتكلم مثلا على منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين والمنتخب الكبير والاندية المصرية انت كان عندك حاجة لما كنت بتجيه بتعمل منتخب مصر ناشئين او شباب او اولومبي بالذات الشباب والناشئين كنت تعمل ايه كنت تعمل دور مناطق وبعدين تعمل دور كتعات ودور المناطق والكتعات ده بتغطي به مصر كلها فبالتالي بتطلع العيبة زي ما قلت لك قبل من شوية لا بفيه في الصعيد نجوم وفيه في بحر نجوم ولعبة مهرية على مستوى عالي جدا للأسف الشديد كل ذات لغة فالنهاردة منتخب الشباب للأسف الشديد بتجمعوا مثلا من اربع خمس اندية وثلاث اندية هو مجاملة مجاملة وتعيني مدرب مجاملة انت شفت في الاقفاق الاديئ بتاع العشرين سنة اللي في البطولة الامة افريقية طلع محمد علي المسؤول في التحدي الكرة قالك ما عاربش مين اللي اختار محمود جابا يطلع جمال علامي يقول لك ما يعرفش ده مش متابعنا لا استنى بس بعد يطلع الوزير يقول لك هنحاسب الناس دي طب مين اللي حاسبنا احنا بقى مين اللي هيحاسب لما الناس دي كده بتتكلم كده طب انتو اخترتوه على اي اساس قالك السلاجنة بتاعت احمد مجاهد طب هو مين اللي جاب احمد مجاهد مش اللي وزارة الشابو رياضة هي اللي عينت الناس عشان يجب وانت حتى انت حتى حد كرة انت جيت بقى لك سنة طب ما انت مشت الكروش واكتر منتخب اتصرف عليه الفترة منتخب الناسين بتاعت عشرين سنة طب يا جابت مصطفى هقولك حاجة هل ده اداء بتاع فرقة اتعدت سنة ونص اه طبعا مش ممكن يا جماعة احنا نلعب ثلاث مطلقات مجيبش جول طبعا انت اسمعت اربعة جول انت لعبت ثلاث مطلقات اتعدلت صفر صفر ومجيبتش جول وبعدين راح تلعب السنغال وعاوز تسعد بقى مرت ايه؟ بعدين انا اسمعت من لعبة كرة نفسها بتاعت المنتخد المدير الفني بيقول لهم هاتوا التليفونان بتاعيبكوا بتاع مرتوش يدولوا التليفونان واحد اللعيب كرة حد اسمار ما يروح يقوله لو ملايبش اساسي مش هبقى موجود ايه يا جماعة طب انتو خدت حاد كرة فين؟ 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 انتو خلاص سيبتوها وراحين تفرجوا على الماتشات بس اه انتو جايين تجابت مصطفى تتكلموا في الاخر وفي الاخر بقى مخلاص خدوا في الافتتاح والكرافطة وبتاعه قدام المنظر وبعدين تعلم ماتش السنغال الاخراني بعد من ماتش خلص المصور بتاع التليفزيون جاب المأسورة مفيش فيها ولا حد طبعا طبعا وبعدين تسمع رئيس الاتحاد يقولك هنعمل اجتماع بكرا اقولت اجتماع هيقدموا استئلاتهم ويمشوا كلهم يقولك اقالة المدرب وتسريح سرح خلاص المنتخب اللي كان بيلا بقضوا على جيل كامل وبعدين يقولك هنعمل منتخبيني نفسه تتخابين ايه احنا خسرنا امم افريقية في الكاميرون كاس العرب في قطر تصفيات كاس العالم هفضل اقولها كدك تصفيات كاس العالم خسرت من اسيوبيا ما هي دي الامم افريقية خسرت من اسيوبيا في تصفيات افريقيا الحكام جبت رئيس الاجل الحكام كليدنبرج جبته وعملته عليه تمثيلية ومشيتوه ودي منتخب عشرين سنة اهاب جلال تعين ماتش واخلتوه تاني ماتش وانتو مين اللي بيختار وانتو شغالين فيين هو مين اللي بيحسبكم يا ناس حرام عليكم والله والله العظيم تلاتة حرام عليكم الجمهور المصري اريف اريف انت عارف يا جبت المصطفى الواحد يعني مش حابب يقول ايه ان اسمه مصر لأ اقول بس منتخبات مصر يعني اسمه مصر ده اساسي بتتمرمس يعني انا النهضة لما انتخب شباب بتاعي بعد سنة ونص اللعيبة مش عارفة تقف في الملعب دفاعيا في الثمانتارشب مفيش رقابة مبيركبوش لدرجة ان فيه كرة تلعبت مرتين واحد لعيبها جات في القايم رجعت للعيب تاني حطها ولا حد بيشوف حد طيب انت شايف مستوى الدور العام ازاي مستوى الدور العام الحقيق يعني انا في رأيي ان فيوتشر عمل الحقيق اضافة وخصوصا في اخر اخر مطشوات الحقيق عمل مبارات كويسة اوي يقدر يخش جوه المنافسة بشكل قوي جدا فيوتشر الحقيق انا بشيد بتجربة تعالي مهر عامل نتائج الحقيق نتائج ايجابية ونتائج كويسة جدا طبعا لكن المنافسة برضو هتفضل الحقيقة محصولة ما بين اهل الزمالك لكن الزمالك السنادي بعت خالص عشان كده حتى انا عاوز حسابات النادي الاهلي الفنية او اللبناط متحسبش على الزمالك متحسبش على الزمالك بالزبط كده طب انت شايف سريد تراجعوا المهاب المصرية ليه هقولك حاجة الكرة زماني يا كابت مصطفى كانت بتاع في الفقرة اللي انت بتلعبها في ايه في اي حسة ببلاش تروح مركز شباب ببلاش تروح مش عارف تلعب في الشارع في الشارع الساحة مش عارف ايه مساحات كبيرة جدا كانت في مصر كنت بتلعب المهاب ده هقولك حاجة الكرة دلوقت مش بتاع المواهب الكرة بتاعت ممكن الاكاديميات ممكن تجيب ودع عنده مثلا اربعشر سنة ولا خمشر سنة ولا اثناشر سنة وتلاقي مثلا سبعين كيلو وعشان بيدفع ألفين جنيه خلاص المواهب دي بقى هتلعب فين برضك خلي بقى لك فيه ناس ما تقدرش تدفع حتى عشرين جنيه ده مركز شاب تلاتين ألف جنيه في السنة اه اه دهريد انا هصرف على بيتي وعلى عيالي ولا هصرف على الناس يحاول الله يا ربي لا ده الناس يعني بتقضي عيالها بالعافية ده لو الولد راح لابوه قالوا حتى خمسمائة جنيه عشان هروح لعب في ورقه هيلفشوا بالقلم انت شايف مستوى اللعيبة بتاعتنا ازاي والله اللعيبة المميزة هقولك حاجة انا في رأيي ان المواهب قلت في مصر ليه؟ الحتة اللي احنا بيتكلم ده مهمة جدا يعني هقولك حاجة السنغال مثلا بيعملوا له ملاعب في اي مساحة فاضية ملعب ويعملوا جيم عام تخيل جيم عام ولا تستطيع فيه فلوس الملاعب بيلعبوا بقى كورة زي ما هم عايزين الشواطئ بيعملون لهم ملاعب عشان كده بيطلعين مواهب احنا بديعمل ايه؟ طيب انت شايف المنتخبات عندنا بتبشى الليه؟ الحقيقة الكبيرة كله كله المجملات المجملات سبب رئيسي اختيار الاجهزة الفنية والسبب رئيسي كمان في اختيار اللي بيختار بقى اللعيبة النهاردة الواحد يعرف حاجات عن المنتخبات الحقيقة حاجات تشايف يعني انت شايف ازاي اللي بيقولوا عليهم الوكلة هل هم اللي بتحكموا بسوق المدربين واللعبين؟ ايه الوكلة دولة بص اقولك حاجة في تجربتنا تجربة مصر الاحترافية الحقيقة الوكلة اكتر ناس استفادوا من التجربة الاحترافية يعني شوف لعيب الكورة ولا المدرب ولا الاداري ولا مش عارف ايه لا الوكلة دولة وبعدين هم اللي بيمشوا بايه هم اللي بيرفعوا الاسعار ويقولك ده مش عارف النادي الاهلي هياخدوا بخمسة لا ده نازل جميك طالب حط تمانية لا ده نازل بيرمز حط عشرين يعني مش عابك الاسعار بتاعت العبية ما تسويش المستوى اللي احنا بنشوفه ده تقولي العيب بياخد ثلاثين مليون جنيه فين ده فين انت تفضل للكورة المصرية مدرب اجنابي ولا مدرب مصري هو مرتبطة ان هو مدرب كفء ولا مش كفء يعني مرتبط ده بدي تحكم عليه ازاي احنا بنجيب بنجيب مدربين اجانب الاستفاد بتاعتها هوحشة جدا يعني ما حققوش نجاحات طب انت جايبوا لي ايه ما هو انا عشان اجيب مدربين درجة تالتة بالظبط انا عشان اجيبه مدير فني على مستوى عالي يبقى عامل سيفي وعامل انجازات يعني بحق بطولات عامل انجاز لكن احنا بنجيب حد يجرى فينا يعني انت شايف المدرب الاجنبي اضافه لكرة مصرية ولا مجرد اسمي بتحطه خلاص اسمي بتحطه خلاص ولو انت عاوز تتعاقد مع مدير فني اجنبي لازم يبقى مدير فني على مستوى عالي جدا ولازم لجنة تختاره بالظبط ولازم لجنة تختاره بس تعمل لجنة تعمل لجنة صح لان ما يبقاش اللي اختارات زي ما احنا شايفينها كده انت شاف من المدربين الاجانب من وجهة نظرك اللي افادوا الكرة النصرية يعني فيه طبعا في الفترة اللي فاتح بصفة عامة اقول لك حاجة انا بصفة عامة من اول هيدوكوتي عمل نقلة في الكرة المصرية في التاكتك هيدوكوتي اللي اخترى حت تفزيون نص بلعب ويلعب على المساحات وكان بيشتغل التاكتك عالي جدا 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 ومين يدخل ومين يطلع لبرا طبعا جزيل حقيقة من المدربين طبعا اللي جم عملوا اضافة الحقيقة للناد الاهلي وانجازات كبيرة جدا وكمان عمل تطوير في اداء اللعيبة فيلر فيلر رغم تجربته فيلر الاول فيلر الاول اللي هو الاخر واحد سويسري انت عارف ايه انت دايما بتعجب بالمدرب اللي بيعمل تطوير في اداء اللعيبة بيبان يعني بايلر ده مع رمضان صبح رمضان صبح ده كان بياخد الكورة على القط وما بيخشش جوه خالص هو اللي خلاه يخش جوه هو اللي خلاه يلعب على الجول وهو اللي خلاه يشتغل عمل تطوير في اداء رمضان صبح طبعا بايسا الحقيقة مدربين الكبار الالمان اللي جم في مصر وبرضا في نفس الوقت عمل تطوير في اداء لعيبة الناد الاهلي وكان ليه انجازات الحقيقة بشكل كبير جدا طبعا الكابتن جوهري طبعا انا بكلمة على الاجانب الاجانب دولة بتاعنا وفريرا بتاع الزمالك كمان مدرب كويس فريرا بتاع الزمالك بس الموسم ده لا يعني الموسم ده انا حاسس ان هو الزمالك مش في دماغه او ان هو عاوز يمشي او عاوز يمشي بمعلقة صح عشان شرط الجزاء لكن هو متحسش ان هو مركز لا في التشكيل ولا في قدرته 90 دقيقة ولا في التغييرات ولا في اي حاجة خالص طيب انت علقتك كي بالجمهور الحمد لله انا عمري ما عملت مش في دماغه الجمهور كان يفرق معك في الملعب طبعا لما كان بيناد عليك بيقولك ايه تجانة تجانة كان دما يقولك تجانة انت من جواك كنت بتحس بايه لا ده الجمهور ده يعني اقولك حاجة انت عارف يدي تشجيع يعني يطلح كل الامكانات اللي عندك لو انت مثلا يهز الحجر لو انت حتى مش جاهز بتنزل تموت نفسك كشان الجمهور حقيقة خاصة ان جمهورنا طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا طبعا طيب تعال اشوف الجمهور ده عاوز يقول ايه على الرمضان السايع اللوبا طبعا بحقا لعب كويسا اوي كان وانا كنت طبعا امى تابعه عندما اتجى للتدريب والتحليل وعنده فيديوين كويسا اوي في التحليل بيعرف ازاي يحط يده على لقات الضعف في تحليله والحقيقة ارأوا كلها موظمها يعني صائبة كابتر رمضان السيد ده بصراحة بيفكرني بأيام الزمن الجميل وهو من احسن لعبي خط الوسط في وقته وعلى فكرة كان فيه ميزة حلوة قوي انه هو مش ما كانتش عند حد من اللعيبة او قليلين جدا كان احسن واحد يعمل شوتينج وهو بيجري على طول اول ما يشوت الشوتة وهو بيجري في وضع الجاري لازم تيجي جولي والله الكابتر رمضان السيد في ايامه كانت الكورة في النادي الاهلي كويسة جدا وهو من اللعيبة المشهور للمب الكفاءة وكان لعيب ممتاز جدا وبساعد في خط الهجوم وفي خط النص فيعني الكابتر رمضان السيد ليه بصمات كبيرة في النادي الاهلي كابتر رمضان اللي ما شافش كابتر رمضان فاته كتير كان لعيب خط نص جاي الاهلي من مصنع 36 وكان راجل مهاري وديفندر في نص الملعب وشويط وكل حاجة اللي ما شافش كابتر رمضان فاته كتير وربنا بقى ان شاء الله يدي له الصحة ومعروف انتمقه للنادي الاهلي وراجل ممتاز الحقيقة وربنا يكمل مسيرته في حفيده وعمر ان شاء الله كابتر رمضان السيد ده واحد من رموز النادي الاهلي في الزمن الجميل واحنا ما ننساش فأثناء العب كان عنده مقدرة على ان يعمل شوتنج وهو بيجري فدات كانت حتة جميلة جدا جدا ما ننساهلوش الحاجة التانية ان الجميع بيستنى كابتر رمضان السيد دلوقتي التحليلات بتاعته عنده مقدرة رائعة على التحليل وعلى استنباط المواقف في المباريات المباريات وبيستخرج من لعب اللاعب الوضع الامسى ليه وان القرى ده يعني هو يعني محلل رائع بصراحة كابتر رمضان السيد لو حبيت اتكلم عليه هقول هو نجم من نجوم النادي الاهلي الكبار انا فاكر كويس قوي انه هو جي من النادي الهائل العربية للتصنيع النادي الاهلي جابه لعب في جيل متميز جدا جيل كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبدو كابتن مصطفى يونس كابتن حسن حمدي كابتن فتح مبروك عصر اجيال وبعد كده الاجيال اللي وراهم مش ريف عبد المنعمة علاء ميهوب صمع عرابي يعني اجيال كتير قوي لعب معه كابتر رمضان اولا كان اكتر حاجة بتتميزه انه اخلاق عالية جدا زائد انه هو لعيب كرة كان مهاري جدا والعيب كويس وطبعا الكابتن رمضان السيد من القدماء النادي الاهلي الاعزاء اللي هم الاخلاق اولا في كل شيء زائد ان المهارات عندك تعالي اوي 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 الكابتن رمضان مش قامة من قامات النادي الاهلي ده قامة من قامات مصر كبار والرجل ده جيه جيه النادي الاهلي كان في منتخب مصر لانه كان بلعب في المصانع الحربية والنادي الاهلي جابه من المواطنة الحربية الناس هي ما شاء الله فاكراك كويس جمهور نادي اهل الجمهور عظيم تعالى لما بنيجي بتتكلم عليه اثرت بكلامه ما ده جدا ده جدا ده ناس يعني وناس محترمة وناس كبيرة وناس شخصيات جميلة لما يتكلموا عليك بالشكل دوت لا جمهور نادي اهل الجمهور عظيم احنا زي ما بقول لما بنيجي بتتكلم عليهم هللنا حق يا جماعة ده الجمهور بيشيلك في اي وقت يا اخي اللي بيسيب باصمة كويسة الناس بتفتكره الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب احنا فقرة الجمهور دي الجمهور تكلم عليك ففيه عندنا فقرة تانية اللي هو الجمهور بيسأل وانت بترد عليه جاهز بس هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجل اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقة الليلة من المجري مع كابتن في رمضان الساير جمهور ديك حقك اه طبعا الجمهور عاوز حقه منك هايسأل اه لا تحت امرهم وهو هيرد لا تبقاش موعدة باو كده لا تحت امرهم طيب عشان انا بحب الجمهور الاهل كلنا كلنا هو مين اللي عمل الكيان نفسه ومين اللي عملنا هوا هم اللي عملونا طبعا طبعا نبدأ بالسؤال الاولاني عايز اسأل الكابتن رمضان الساير السؤال هو فين من التدريب لان شايفين ناس ما هيش كانت لعبة ما كانش لعيبة زيه ولا عندها خبراته الدولية ولا نادي زي نادي الاهلي ومسكين نادي كبيرة هوا ليه مش مسك نادي كبيرة انت فين يا رمضان او والله السؤال ده جميل جدا انا ليه حوالي اربع خلاص تجارب دوره متاب وتجارب كلها نكحة يعني مسلا تجربة مسلا بترجيت كان ترتيبهم من اخر فرقة العشرين وبعد ست سبع مبوريات عملت سبع فوز متتالي سبع فوز متتالي اللي بيعمل الرقم ده النادي الاهلي او نادي الزمالك او ناديك كبيرة طبعا ورغم ذلك ما فيش مشكلة روحت الرجاء يا كابتن مصطفى كان عندهم سبع بنت فنشت 33 بنت وهم كانوا مستسلمين خلاص وقربنا اتنين بونط لو خدنا اتنين بونط كنا نفضل في الدورة كان وليس صراح بيحلل في السيديوهات هلا كنت احنا قلنا لو انت بقيت في الدورة هندي لك افضل مدرب في مصر يعني كان فارق اتنين بونط روحت التجربة بتاعت اسوان يعني تخيل انت اول مباراة بنلعبها في الدورة الممتاز مع الاسماعيلي ومعهم مدرب الماني بتكسبه ثلاثة واحد وبيمشوا المدرب بعد المباراة دي التجارب كل يعني اسوان طب انت علاقة كي بالوكلة لا انا مليش علاقة بالوكلة مليكش علاقة بالوكلة السيفي بتاعك موجود في اتحاد الكرة طبعا طبعا انا عندي الحمد لله اقولك حاجة يا طبط مصطفى السيفي بتاعي في الاندية اللي انا اشتغلت فيها والنتائج اللي انا يعني حققتها اذا كان في الدورة الممتاز به او في الدورة الممتاز لا يعني السيفي محترم يعني بس عشان انا ما بنتكلم على الاتحاد بقولكم في مدربين بيروحوا يجيبوا الخضار مع عدم اجل الصدارة بروحوا يجيبوا الولاد من المدرسة بروحوا يجيبوا المكوى من المكواجي بيشتغلوا شغالين والآخر تلاقيه مدير فني لمنتخبنا القوم ها عينة ما هذا اللي احنا بنقوله احنا مجيبش كلام من عندنا والحاجات حتشوفها وحاجات حلقات تانية حاجات ليها العجب ما بتحصدش غير هنا في بلدنا اللي بعده كابتل رمضان مين اللعيب اللي انت في مصر تتمنى انك تضمه لفريق النادي الاهلي يعني الحقيقة فيه لعيبة كتير طبعا مميزين جدا في فرق فرقتهم يعني انا حتى في النادي المنافس النادي الزمالك الحقيقة في عندهم الوينش كلعيب سردباك من افضل اللعيبة اللي موجودين فري معهم كتير اول اه طبعا وحتى اصابته اعتقد فرقة في خطة فرقة نادي الزمالك قول له لا مع نتائج النادي كلها نتائج حتى بي حقيقة فده طبعا اتمنى ان هو يجي النادي الاهلي اهو اقدر اجيبه النادي الاهلي اللي بعده هو السؤال هل هو راضي عن مستوى الناشئين في الفترة الحالية على المستوى العام في مصر هل ده المستوى المرجو اللي احنا بنتمناه طبعا لا يمكن حد في مصر يكون راضي ياخد كرة مسعد مدر سعادة للناس طبعا عشان الناس تأثر كده بالطريقة دي طبعا والنا ده عيب يعني انا اقول لك حاجة وانت بتتفرج على السنغال ومصر الشباب منتخب الشباب انت ممكن تبكت ايه ده حل الكرة عامل كده ليه انا ادريلي في جلساد القاهيرة اربع شفر ليه للأسف طبعا غير راضي طبعا غير راضي اللي بعده ممكن اسأل الكابتن رمضاني السيد اول ماتش لعبه للأهلي كان معمين قل لي بقى انت معمين اللي ايه الومبي اللي ايه الومبي بسكندرية اللي ايه الومبي بسكندرية اوه حرفته هدف اللي بعده ايه يا رأيه فرص مشاركة الناشئين في الفريق الأول ورأيه عن متن في الفريق الأول الحقيقي لا أنا هقولك بقى السؤال ده بصورة تانية هل اللاعبين اللي طلعوا الناشئين قدروا يثبتوا نفسهم في الفريق الأول بيبقى قليل 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 ولازم ندي فرص كبيرة الحقيقة لأن فيه فيه في المواهب موجودة لحياة في طاعة الناشئين لو خدت فرص هتثبت وجودها بشكل كويسا اللي بعده عايد أسأل الكابتن رمضاني السيد احنا عايزين نرجع مدرسة الكورة والناشئين زي أيام عمرة بول مجد فعلا فعلا دكتورة عمرة بول مجد كان عامل إضافة قوية جدا وهو طبعا الكابتن الساي لكن دكتورة عمرة بول مجد بالذات الحقيقة رجل أكاديمي وعارف بير أكاديمي ومنظم وطلع أجيال الحقيقة يعني نساعد على أجيال من الناشئين إنها تتصعب وفده كده أسألتنا خلصة فيها سئلة كده مش عاجبك يعني؟ لا تمام كله تمام بدأنا نخش في الفقرة عالتليفون من الفقرة دي لسه عاملينها جديد لما بنسألك بقولك أحيانا الواحد بيبقى قاعد متدايق قاعد مهموم قاعد زعلان من حاجة قاعد قرفان من حاجة قاعد بش عاجبه حاجة إنت وإنت قاعد كده بش مبسوط مين أول واحد بتمسك التليفون وبتكلمه وبتقوله على همومك مين هو؟ الحقيقة يعني طبعا أنا ليا أصدقائي في المجال طبعا في المجال الحقيقة إخوات وأصدقاء وأحبابي وحاجة يعني الحمد لله عشراتنا مستمرة بقالها 30 سنة وبنكلم بعض على طول وبنتقابل على طول لكن فيه فعلا زي ما أنت بتقول الكلام ده كابتن مصطفى فيه صديق ليا من حلوان أنا الحقيقة ده من أقام مصر 36 نفس الحكاية ده أكتر بقى من 40 سنة أنا سيت تقولك أنت ساكن فيهن دلوقتي المعادة الجديدة المعادة الجديدة أنا أبيتش عن حلوان يعني لا المعادة الجديدة أنا حاجة ما أخرجش بره للحفين دول الصديق دوت أنا هتقول على الاتصال دي ويمكن هقولك حاجة فيه حاجات اتصال يومي كمان كمان أول ما أطلع مثلا من برنامج هو يتصل بي يقولك ويقيمك يعني نتكلم مع بعض وإيه رأيك وبتاع وحاجات كده في أي مشاكل حقيقة لا هو حاجة جميلة ربنا يا خليكو البعض ولألو كده الو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحاجة علاء معاكم حلوان يا علاء أهلا بيك إزاك كابتن إزاك علي أخبارك إيه ؟ بنا يخليك إزاك إنت كابتن عامل إيه الحمد لله يا علاء أولا أنت قاعد معقيمة كبيرة جدا طبعا الله يكرمك يا حبيب ذكت بصافة عبدو ده أنا كنت بيجيلك كابتن تتمنّيتها عشان من قابلك او امشي معك او كده فقدت بقى اقامات جميلة موجودة امثل كابتن مصطفى عبدو وكابتن محمد عامر وكابتن الخطيب ربنا يا كريمة لقد كنت بحب المبوعة بعيدكو دي جدا الله يكرمك الله يكرمك حاجة علاء الله يخليك اكبه الكبات انتفضل حداك بيقول لي بيقول لي رمضان لما بيكون زعلان او مهموم او مداي او حاجة كده اول واحد بكلمه الحاجة علاء ده حبيب قلبي ده توقام روحي كابتن رمضان ده وانت بدأت تهدي فيه اقول لا في الموقف بتاع فرقة انا اولا معاه في اي فرقة ده بحي مرانه اي فرقة ولكن الفرقة اللي كانت اليومين هما موقفين يا كابتن مصطفى موقف كان بيمرن بلدية المحلة وكان يكفي التعادل في مبارا دي وخبال حضرتها كان يكفي التعادل في ديئة 95 ييجي في جون انا اتوار ان انا الدنيا دي بتريب في بي وبقيت مش عارف هقول لي اوي بعد كده واعدت فترة ديرة جدا عبال ما اتخلت معاه وهديت منه وطبعا كان لي حق انه يضع لانه كان عامل مسلم جميل جدا 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 وكان الاولى بالصعود وانشاء السميع العليم ان فرقة الرجاء دي يروح مرانه ما استنى اللي بعدين اه هي الموقف التاني اه الموقف التاني بعد اذن كابتن مصطفى موقف فرقة ترابيكا كلباطر اه كان بمشكل فرقة وماشي زال فل وكان فرق بينه وبين الفرقة الاولانية تقريبا ثلاث اربع نوع وافاجئ ان هو بيستقيل او بيقال او 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 وهugh ديه عالتني جدا 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 بالتالي هو لما لجلقني انا بدأت طبعا انا حاول انت تسفصل به音 هو هو حاول يكلمني انا حاولت اهاتي منو شهور عليه واجهو حاول ان انت تكونe في سيديو تحليلي يحاول يكون في قناة النادي الأهلي يحاول كده يقول لي أنا روحي الملعب طيب حاجة علاء هو هنا في الجزئية دي تمام لو أنت هل بنتكلم كده على الكابتر الرمضان تمام إيه السمة الكويسة فيه وإيه السمة اللي أنت بتحبهاش يتبقى موجودة فيه أقول لحضرتك يا كابتر السمة الحلوة فيه جدا 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 إنه هو بار بأهله جميعا ماشا الله ومشيش عايز أقول لحضرتك بار بأهله إلى أبعد الحدود ربنا يكرمه بار بأهل زوجته لأبعد الحدود ماشا الله وبر بأخواته جدا والذي أذيب من كده إنه هو بار بأهل حلوان لها في اللحظة ما هيديها ده الجمال بقى ده الجمال ده الجمال طبعا الوصول بتاعته يا فندم مع رجزي حضرتك يا كابتن الوصول بتاعته يقول لي فلان فلان يعمل إيه أقول له كويس الحمد لله طب أنا أجي لك عشان نروح نشوفه جميل أو أنا مش فاضي أجي لك طب يا علاء اعمل معاه الحدى الفولانية وأنا يا عبال مشوفة ما بينساش أهل بحلوان أبدا ما شاء الله راب إنه هو أبدا صار ساكن في الهرم فترة ورجع ساكن في المعادة فترة ثانية ممكن شهادتي يكون مبروحة منه بس إتي حقيقة لا لا إحنا إحنا بنجذر شخصية الضيف اللي معانا لأن رمضان نجم طبعا طبعا ده أنا عايز أقولك شب حاجات ثانية يا كابتن كان نجم الكورة ممكن تكون الناس عارفها ومش عارفها كابتن رمضان السيد من أول لعيبة كرة القدم في تاريخ الكرة المصرية بمزدرجة تانية يلعب درجة أولى ممتازة ويلعب مش مزدرجة أولى يلعب وانتاخد ماصر لا ما احنا عرفنا دي حاجة عليها مع كابتن حسين شحاتة مع كابتن فاروق جعفر مع كابتن إبراهيم يوسف نزل الأجيال طبعا هو حكي عليها هو حكي عليها طب ايال حاجة بقى اللي مش كويسة فيه اللي انت عاوزة تبطله عصبيوته زادة عن طوق جوة من المرع عصبيوته يعني هو عصبيوته كلمت جدا بطاركت انه ممكن صوته يروح كمان ومرة في المرات كان أيام من البردية وحاجة أغم عليه فأنا كنت بشفق عليه بصراحة جدا طب انتو بتخرجوا مع بعض كتير قوي مين بيعزم التاني لما يكون فاضي طيب لما في شغله أنا بتقول لك في شغله ما بيعرفش منه طيب طيب هو بص حضرتك هو كان ساكن جنبينا في حلوان في مكان بسيط جدا وكان في عز لسه بدايته أو في نهايته في 36 وكان بيعزمنا عزمات عنده ويمكن أفكره بحاجة بالحاجة عبدالله بتاع المقلة والكابتن الفيادوية والناس دي الناس دي كنا بروح نقعد معاها ماذا كابتن على الطابلية وكنا نقل معاها ولبقى ربنا فهرموا برضو سواء في الهرم أو سواء في المعادي برضو بنيت العزم عنده واخرها كان متلا بيعزمنا عند الكابتن سياد طبعا اللي هو زوج بنته العزيزة اللي أنا بعزها جدا بنته راشا احنا بقى دلوقتي لا بنشوف أعزمات من رمضان لا لا كابتن دابوت كرم كله صدقني انا مش بقول كده والله كلام لو انت عاوز تقول له كلمة دلوقتي نعم يا كابتن لو انت عاوز تقول له كلمة دلوقتي واحنا موجودين على اقول له كلمة دلوقتي بس اميزعش مني انا هقولها له بتراحاته انا نفسي نفسي يا كابتن اولا هو الظلم اعلاميا وهو لاعب فورة قدم لانه بطل في سنة 29 سنعة للإصابة ثاني حاجة انه هو الظلم مش عايز اقوله في الظلم الظلم تدريبية يا كابتن معلش ما احترامي لحضراتكم كلكم وكلمة فورة واوة اين الكابتن رمضان السيد واين الكابتن ربيع ياسين واين الكابتن على أميهوب الناس دي اين هي من تدريب المنتخبات القومية او من الفرق درجة أقوله الممتاز بس انا اقوله انا منصحه مع احترامي لك اذا كانش هو حيجيله عرض تدريب بفرقة من دور الدار المتاز استهزنك بعد اذن حضرتك ويزعل مني هو خليك يا كابتن في السيديو تحليلي من السيديوهات وما تتعبش نفسك لان انت عصبي جدا 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 سواء داخل مرض الا لو جالك عرض بقى كويس في اي فرام دار المتاز اهلا وسهلا طيب رمضان هيقولك كلمة دول بقى تشوفها هيقولك ايه حبيبي اتفضل احنا بياسا على علاقات مع بعض الحمد لله رب العالمين بقى تلاتين سنة يعني كمان انت تزدت عن التلاتين سنة احنا بقى بتاع عربعين سنة مع بعض يعني فطبعا صديق وصديق كبير الحقيقة من الناس المخلصين جدا جدا يا حبيبي انت احسن انت احسن بالله ده حلوان يا كابتن مفيش حد بيقابلني لما يسأل يقول لي احواري كابتن رمضان ايه عن طريقي وده حاجة انا باستخر بيه طيب الكابتن رمضانوتي بيقول لي اللي انت اقنعته اقنعته ان يشيل شعره ايه رأيه لا ده ده بتعارف يا كابتن مطر كابتن مصطفى الرمضان ده مش شال شعره ده شعره ده من كتر عصبيته من كتر اه والله انت انا بكتر انا بسبوش في اي مساء من اي ترق بي مرانا فلما بروح انا بشفق عليه من العصبية بتاعته سواء كتبان سواء خطران سواء متعادل سواء سواء انا بشفق عليه بقولك يا علاء يا علاء انا اول ما دخلت الستيديو طبعا بيجاهزونا عشان نخش بقى نسجل نديت الراجل انتوا لعملت السشوار حلو منك يا مكبات طيب لات هو بيقول لي ان انت بتقيمه بعد اي برنامج بيطلع فيه احنا مسرين تقييمك في الحالة بتاعته لما تنزل ان شاء الله ان شاء الله كابتن رمضانوتي بعد التسجيل يقول لي معادها امتى بوزلتو خد بالك انا بفوتش البيت الكبير بتاع البرنامج بتاع حضرتك ده خد بالك انا زمالكاو من الستيناس لكن لا افوت البرنامج بتاع حضرتك بتاع البيت الكبير ده لا البيت الكبير بتاع كابتن اسلام الشاطر لا لا المجري المجري لا ما احنا كلنا واحد في قناة واحدة طبعا لا بس انت حضرتك ما عليش محترامي للجميع القناة الناس كويسين واحترامين بس البرنامج بتاع تعتش شايف ليه بقى شايف? لانك بتتضيف جميع المشتويات وجميع الاندية. ليك حلقات مع كابتن حرم طولان. ليك حلقة مع كابتن خواجة. ليك حاجات امينة جدا. انا بحب اتفرج على حضرتك لان انا بحبك من ايام ما كنت لعب. ربنا خليك حاجة علاء. ربنا يبريك فيك يا كابتن. ونشوفك دايما كده بصحة وعافية. انا سعيد بيكو والجيل بتاعكو كله بتاع السامنينات كله. كله انا سعيد بي جدا جدا. وبحبكو جدا. يا علاء. طعامات دولياتي مداخلة علاء. نعم. مع اعظم لعيب كورة. الله يخليك. انا كنت بقولك ايه. اه. ما بيش وينج رايز جيه. طبعا. ولا في افريكيا. ولا حبيبي ما تحرجوناش بعد كرون كده. حقك. كابتن مصطفى عبدو كان سبب في شهرة جميع الناس اللي كان بتلعب فراودة. توقع كابتن محمود الخطير. لا بقولك ايه. خلينا نكمل برنامج. الله نخليه. حقيقة متخافش. لا 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 لا. مخافش لهم ربنا. وجمال عبد الحميد قبل ما يروح الزمان. الحمد لله الحمد لله. الهم كلهم ضع يا فاضل و ربنا يديك الصحة والعافية ولا كنت بسأل عليك. اياه ما كنت في شدة اقسم لك بالله كنت بتأل عليك. الله يخليكي يا حبيبي. ما تحريمش يا حاج علاء. كنت معاك وكنت مع حبيبي واخويا وتوامي كاف رمضان فعيد جدا جدا. شكر عن حاجه عليك. شكر يا حبيبي. شكر يا حبيبي. شكرا. شكر يا Truck. شكر يا حبيب. مفاتغان. علك سلام. لو جيت بقيت قلت لك انت مين هتقول انت اسمك السلاسي ايه اسم السلاسي رمضان سيد علي عرفنا على اسرتك اسرتي عندي طبعا انا متزوج الحمد لله متزوج من ست فاضلة شافت معاك الويلة جدا 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 يعني كل المشوار اللي انا قلت لك دوت ان انا اشتغل من اسوار لغاية تجوزت لسنة كم سنة لا ده انا جوزت بذري جوزت عندي 17 سنة كنت في الستة وتلاتية اه اه جوزت في الستة وتلاتية واللي ساعدني ان انا اتجوز المبلغ اللي اداوني الكابتن هانسا بروس العشر تلالف اه اه طب هو كلمني دلوقتي هو اللي عوزي العشر تلالف يعني اتجع الجوازة فطبعا بعايا رشا الكبيرة الربنا يخليك يا كابتن هانسا وزي ما قلت لك دلوقتي اغلى حاجة عندي في حياتي رشا وطبعا معايا محمد احمد الكبير ومحمد الاصغر منه بيلعبوا كرة لعبوا كرة على فترات ماكملوش ماكملوش اه لكن احمد لعب على فترات وهو التاني برضك محمد لعب على فترات وطبعا عندي بقى دلوقتي طبعا الحمد لله رب العالمين احفادي بقى حاجة اغلى حاجة في الدنيا واغلى حاجة في الحياة طيب تعال بقى نشوف المدام بتقولك ايه عشان انت هتبعت لها كمان كلام حل لاني شفت معاك المر يا لا هنجيب المدامة هتقولك ايه شت جذعة ربنا خليها لك طول خالص بدقين مع بعض الحمد لله وكابتن بقوله كابتن رمضان هلطول من اول مكان في نادي التصنيع وبعد كده روح جي يعني ارتبطنا فراح نادي الاهلي وبعد كده بقى دخلنا بقى في يعني اللي هو حبنا بقى للنادي احنا بنحب النادي الاهلي اولا طبعا كابتن لما روح بقى فاحنا كلنا اتعلقنا بقى بالكورة يعني ما كنتش في الاول خلص متعلقة بالكورة بصراحة وبعدين الحمد لله رحلة بقى طويلة بقى يعني لعب تدريب رحلة كفاح يعني بس الحمد لله الحمد لله هو يستهل كل خير والله وبين اللي هو الابهات بقى اللي هي ايه طيبة جدا حنونة يعني يمكن الورد كلهم بيقولوله بابا رمضان من الحب اللي هو اللي هو بيحبوه لهم بصراحة وكل بقى كل مكان بيروحوا بنبقى بقى ايه شدة معيه في الفرح معيه في كل ماتشة مثلا فيه مش موفق طبعا البيت كله بالنم بنبقى مش كويسين يعني فالحمد لله الحمد لله بس هو الحمد لله من من اول يعني ما دخل في مجال القورة الاول اللي هو اللعب كان الحمد لله الحمد لله من اللعبة اللي هي كانت يعني افتكر انه هو فيه ماتشات كتير لما كان بيلعب في النادي الاهلي كان يبقى ساعات المكسب بيبقى ما شاء الله بيجي في الماتش اللي هو بيبقى فيه يعني يعني اكتر ماتش انا افتكره له انه هو جي لعب فقالك رمضان جانا وغلبنا الترسانة فالحمد لله ده بالنسبة لله يعني التدريب بقى كل ما كان الحمد لله هو راحه كان الحمد لله يعني فيه اندية كتير اتصاعدت على ايدي الحمد لله على طوله وكان سفريات بفرحة وانا كنت معهم بقى يعني مدرسة جامعة امتحانات يعني فيه حاجات هو كبتين كانوا يسأل عليها كان ساعات بينساني مثلا احمد ثالثة ساوني يقول لي يعني يجي مثلا يعني ابسط حاجة كان احمد ومحمد ورشا ربنا يخليه مبارك فيهم ويخلي اولادهم يا رب فكان فيه يعني حاجات كان يجيب اوة من كتر ما هو حبه لل للقورة وحبه لل اللي شغله كان ساعات والله يعني انا كنت بعده خالص عن الحاجات بتاعت البيت والولاد كانت كل حاجة المسؤولية كانت علي بس الحمد لله الحمد لله هم كمان كانوا متجاوبين معي وكان عارفين باباهم ان ديش يعني ده شغله وام يعني لازم اتبقى كلنا نبقى واقفين معي هتقول ليه بقى لشركة عمرك كده والتبصص كده في الكاميرا هنا الناحية دي بتبصريش انا يعني بقول لها الحقيقة انت اولا ان هي ست ما شاء الله بنت بلد وست جميلة وبعدين شالتني في كل حاجة في كل حاجة الحقيقة يعني انا مشوار زي ما بقول لها المشوار كان كبير قوي وانت تعبت معايا وتعبت معا ولادنا والغاية ديوقتي حتى بتتعابي مع احسدنا الحقيقة فانت ست اصيلة وست جميلة وست محترمة ويعني الحقيقة انا لو اطول قديك الدنيا كلها قديك الدنيا كلها ما شاء الله طب لو انت عاوست بعتلاقي اغنية الوقت بعتلاقي اغنية ايه المشكلة ان انا مليش في الاغنية ما انت مش هتغني اخطر اغنية حتى في الاغنية لأمك يلسوم لعبد الوهاب عبد الحليب الحب كله الحب كله طب بص انت بتقولي انا طب ببعتلك اهو الحب كله وانا عارف ان انت بتحبه المكلسوم ودي غنية جميلة على فكرة بس انا باهدهالك كمان يا فب تحياتنا مدام وربنا يخليكو البعض ويفيكو شر العين ويخليلكو لولادكو واحفادكو كمان تعال اشوف معانا تقارير لمحمد احمد رمضان وبعدين محمد اه اه شوف هيكون وحده يقولي بعتلك رسالة اه طبعا اشابت رمضان في الحياة الرياضية طبعا هو غاني عن التعريف اتكلم عنه في الحياة الاثرية بقى يعني والد واخ وصديق وضهر وسند وكل حاجة لينا وما نقدرش نستغنى عنه وربنا يخليلينا ويعني لممنا كلنا حواليه يعني ربنا يخليلينا يا رب احنا واحد في الدنيا كنت لقيت كرة والمشكلة انا لقيت معك كتير اصلا في اندية يعني انا كنت في الاهلي وضفعت شريفي كرومي وعمد متعب وعدل امام وفرق دي وبعدك اطلقت اللعبت معها 30 في بترجات وبعدين رحنا بترول اسيوت صعدت انا وهو مع بعض لعبنا دارهم تايزة بعدين في الجونة بعدين افترقنا بقى شوية هو في نادي وأنا في نادي فكنا انا وهو ربين شوية من بعض يعني جدا يعني على طول مع بعض في المعسكرات مع بعض في السفر مع بعض في الفرح برضو كنا مع بعض في متشاة كتير وفي السعود في حاجات كتير كانت كويسة بالمعين يعني كان علاقتنا اكتر يعني غير اب وابنه مدربي طبعا بتعلم منه وأنا التلميز بتاعه طبعا اللعيب لتحت ايده وفي البيت بقى احنا سحاب جدا يعني مفيش خلص اللبوة احنا سحاب جدا جدا يعني لأ بصراحة هو كان بتعمل عادي بس يعني باقي المنظومة كتت ضغطاني وأنا كنت مدغول طبعا ان انا طبعا بلعب يعني لازم ابقى احسن عب في الملعب لازم حتى لو الفرقة مش في يومها لازم ابقى انا واقف على رجلي عشان الناس ما تقولش ان انا بلعب عشان ابني كتر رمضاني السيد فكنت بحاول ان انا ازبت نفسي على طول انما هو كان بيحاول يخرجني على طول بره للحطة دي يعني كان بيشير من عادي الضغطات جامد بس يعني طبيعي ان اي حد بيبقى ابن العيب كورة او ابن نجم بيبقى عليه ضغطات اكبر عليه كلام كتير لازم يزبت نفسه فكنت بحاول اعمل كده الحمد لله يعني اقول له ان انت مش ابوية بس انت صحبي واخوية وكل حاجة لايه في الدنيا وضهري وسندي وما نقدرش نعيش من غيرك ربان يخليك لينا يا رب وتبقى مجمعنا كده دايما ومجمع العيلة كلها يا حبيبي وبنتعلم ملمك وبنتشرف بيك وبنقعد في اي حتة بنقول اسمنا كامل احمد رمضان السيد وبنبقى فخرين به طبعا هو يعني احنى ابو في الدنيا انا دايما بفتخر حتى باسمي اللي انا مرتبط به يعني انا لما حد يقول لي اسمك ايه لازم اقول له الاسم السلاسي على طول محمد رمضان السيد يعني فخر طبعا اللي هو والدي اتعلمنا طبعا منه حاجات كتير جدا على كل المستويات شخصيا وحتى عمليا يعني كل حاجة صراحة كويسة بناخدها منه وبنحاول على قد ما نقدر يعني احنا بنبقى قريبين منه في اي حاجة يا طبعا اي قرار انا باخده في حياتي لازم في الاول طبعا برجع له هو طبعا بينسحني يعني ما بفردش علي حاجة خالص بس طبعا نصحته يعني في الاول وفي الاخر هي طبعا بتبقى يعني انسب قرار من نسبالي يعني فبعتمد عليه طبعا في اي قرار مصيري من نسبالي اللي انا اروح له هستشيره وهو بيقول لي رأيي وبيسيب لي حراية الاختيار يعني والله طبعا كلعب انا يعني طبعا اشوف له الفيديوهات بتاعته وماتشوات بتاعته طبعا من زمان كان حاجة ما شاء الله يعني اكفر له هو اول لعب بيلعب في منتخب مصر وهو لسه مش بيلعب في الدائر ممتاز يعني من تالي دي حاجة محصلتش ومش هتحصل يعني صعبة جدا كمدرب طبعا يعني ما شاء الله يعني هو عيني طبعا في اللعبة كويسة جدا صعت فرق كتير انجازات كتير انك المدربين في مصر وقليلين اللي بيعملوا انجازات حقيقية يعني سواء بصعود فرق او بياخدوا بطولات اكتشاف طبعا نجوب كتير اسماء كتير لعبت في منتخب مصر فطبعا كل دي حاجات تشرف يعني لما بتيجي تكلم في كابتن احمد حسن كابتن الصقر كابتن سيد معوض كابتن مثلا عبد حليم علي كابتن مسح حسام غالي وهو في الناشئين من اول ناس الرشحت والصع على طريق اول طب ولعبها كتير جدا يعني فدي طبعا حاجة يعني انا اتمنى اللي انا امشي على خطوة يعني طبعا في التدريب طبعا يعني والله انا لعبت كورة كنت في ناشئين الاهلي الجيل اللي هو شهاب عفرط وشكري وكملت فترة بعدين روحت يعني امبي بتروجيت فبعدين بقى طبعا في مرحلة كده بقى ممتاز بي شوية هو يمكن في الفترة اللي هو في السن الصغر شوية ما كانش انتبعني شوية يعني هو كان طبيعة شغله كان بيسافر كتير فيمكن هو اول مدس مسلا تشافوا لي كنت 18 19 سنة يعني اللي هو كان كده طبعا كان بينسحني بفست نفس الوقت هو كان على طول عايزنا بقى معتمد على نفسي يعني هو كان بعيد عني شوية في الموضوع ده هو عايزنا اعتمد على نفسي اكتر محدش ربطني بي يعني نقوله اللي احنا يا ربنا خليك لينا انت اغلى حاجة في حياتنا يعني وجودك في حياتنا ده نعمى من ربنا كبيرة جدا ونتمنى يعني ربنا تديك تلك عمره والصحة والعافية وربنا يا رب دايما تبقى متقلق ونجح في شغلك يا رب هتقولي الى احمد ومحمد احمد ومحمد ولادي طبعا احمد الكهير ونعرف انهم ولادك احمد الصغير الحقيقة يعني احنا عمري ما تعملت معاهم كأب وابن بتاع انا بتعمل معاهم كأصدقاء ونتكلم في كل حاجة وهم يجي وكلموني في كل حاجة ازا كان في شغلهم ازا كان في حياتهم طبعا يعني الحقيقة هل في غيرة لما بيشوف البنت بتبقى ربقى قوي ليك عنهم لا عشان هم بيحبوها عشان هم بيحبوها شخصية جميلة ما شاء الله يعني ممكن تعارف ايه لو هما مش مثلا على وفاق مع بعض او الحاجة اه يغيروا لكن هما يعني بالعكس ده اكتر مني كمان ما شاء الله ربنا يخليكوا البعض طيب احنا يعني في الجزئية دي بالذات انا عارف اعز الولد ولدي الولد اه طبعا الاحفاد حاجة الاحفاد جبناهم لك تبقى مفاجأة وشوف هيقولك ايه حاجة جميلة طبعا رمضان ده بالنسبة لي اغلى حد اصلا في العيلة وانا انا عمري وانتلو جد دي خالص انا عطول بقول له هوا لانه هو ابويا فعلا ان اي حاجة باستشيره اي حاجة بارجعله هو بالذات في الكورة مثلا لو هوا ما جاش تفرج عليها على ماتش انا باكلمه وقول له عمالت كذا وانت كذا وانت كذا واسمه هو بيقول لي ايه واملها تاني ماتش لو هوا جيت فرج هو بيقول لي ايه اللي حصل برضو اي مواضيع تاني انا ماتم في العيلة او بره العيلة بروح لهوا اول واحد علاقتي مع بابو رمضان عشان ايش بقول له جده يعني من انا صغيرة على طول بقول له يا بابا دي احلى علاقة في الدنيا انا فعلا بحبه اوي 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 وعلى طول من انا صغيرة وبيشجعني بكل حاجة في المدرسة وحتى ما دخلت الجامعة بيشجعني على طول ويعني هو على طول بخاف على مضايقتنا مفيش مرة مثلا كان حد فينا بالدائق وصابنا فيعني علاقتنا اكتر شوية من كجد وحفيدة رمضان بجد هو بجد اللي علاقة بيني وبينا حلوة جدا دايما مثلا ببقى مثلا عاملة حاجة مش عايز اقولها فوفي او حاجة بيجي اقولها البرمضان الاول وهو مثلا بيقول لي عن الحاجة الصحة والغلط وبيقولي حاجات كتير مثلا انا كنت بقى بعملها وهو مثلا بيقول لي دي الحاجة الغلط ودي دي الحاجة الصحة يعني هو شخص طيب يعني مثلا لما بيبقى عندي تمرين بقول له انا عملت ايه جبت جون ولا لا يعني عملت كل حاجة عملت حاجة صح ولا لا او مثلا لما ببحث اللا بعمل حاجة غلط بروح اخد رأيه قبل ما اقول له البابا او الماما بروح اقول له هي الحاجة دي صحة ولا لا اقولها البابا اقول ماما ومسلا يقول لي اه او لا بابا ما بيكون مشاغل ماتشات في القودة انا ما بيدخلش اصلا وبعد وبعد ما بيدخلش لكن دلوقت ما جيت كل ما يشتغل ماتشة انا بعض وبركز جدا وكمان بابا رمضان بسأله بسأله ومين اللي عيبت دول يقول لي وانا بحبه قوي قالك تبي كويسة يعني مثلا هاكل الاول وجده يشتغل كل حاجة اللي انا عايزها حلوة ولازم احبه علشان يكب لي كل حاجة اللي انا ببس بيها ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم انت والمدام وتشوفهم يا رب نجوم هو بس كارما وكندا يعني بس انا عاوز ان كده نوع على حاجة حاليا دلوقتي عاديما عاما باستمرار لان والدتهم توفت السلفات وهي صغيرة كده كورونا دي مرات احمد فالحقيقة يعني دول حاجة ربنا يخليهم لك يا رب ويعادهم خير يا رب وتشوفهم في احسن مكانة يا رب فانا شايف بسم الله ما شاء الله عيلة متربطة مع بعض وعيلة بتحبوا بعض اهم حاجة في الهيصة دي كلها انكوا عيلة متربطة فتحبوا بعض ربنا يا دي ما عليكم طب بقى بسرعة عادينا اسئلة انتهيتك ايه غير كوروة القدم والله يقول لا بتحب السيد بتحب السفريات لا انت بيتي اه انا بيتي والحاجة الثانية بحب اشوف كل الدوريات الانجليزي يعني بكلم غير الكوروة ما عليكش حاجة بتحب العزلة احيانا كده يعني انا احب بقى موجود في البيت على طول موجود في البيت على بيتي يعني اه بيت يعني انك خروجنا البرا لما بيكون انا عزمهم مثلا رحين مطعم رحين حاجة انت بتاعزم من هما اللي بيعزموني طيب بتحب الاكل انا بقى عارف بقى قولي بالحية بتحب الاكل لا لا انا احب الاكل جدا الاكلة اللي انت لما بتشوفها بتبقى ساعيد كل السعادة حاجات الحقيقة كتير زي طاجن العكاوي ده يا ساتر يا ساتر حاجة اساسية لو هو مثلا في السكدريا روح له طاجن العكاوي ده حاجة طبعا البامية احب البامية جدا اللي شطى هراكو بيها دي اه اللي شطى الراجل بتاع الطباق ما كانش بتبقى غير بامية ما هو الراجل اسمه بامية انت بتحب تخش المطبخ كتير لا خالص خالص ما بتعبعش تطبخ تعمل اي حاجة لا لا خالص خالص ليه ما عرفش ما فيش ها اه لا طيب ليك في السوشيال ميديا اه ليه اه لان انا حتى الشغل دلوقتي مصابت بالاعلام ومصابت بالبرامج وكده وقنوات فليه طب اتابع لازم اتابع السوشيال ميديا طيب السوشيال ميديا ليها ضغط على ان تغير مدرب او تغير رئيس نادي او تغير اي حد طبعا السوشيال ميديا بقالها مسلا في حدود 7-8 مواسم الحقيقة بتاعمل تغيرات في اندية الحقيقة او اندية كبيرة حتى بتأثر لاي ان هما كمان اعداد كبيرة جدا فبالتالي الكلمة ما فيش كنتورول عليهم اه مفيش كنترال عليهم ده حاجة وانا يمكن لسه كنت في الداية الحلقة خلاص جب منصطفى بقولك إن إحنا وإحنا بنلعب كان في عشرة نقاط كبار عشرة ايه دي إحنا دلوقتي في مئة مليون ناقد رياضي اه اه انت حسلسك طبعا وبعدين مؤثرين طبعا طبعا بتحب الأغاني القديمة ولا ماليكش في الأغاني لا ماليكش في الأغاني خالص؟ خالص تحب الأفلام من قبل درسود؟ اه حب الأفلام طبعا ايه الفيلم اللي انت بتشوفه كده براجعك للزمن الجميل؟ لأي أفلام الحقيقة لإسماعيل ياسير أنا بحبها جدا لإن في وسط الضغوط بقى اللي على الواحد اه بحب بتتفرج على الأفلام اللي هي اللي بتاعت إسماعيل ياسير كابت الرمضان إحنا حلقتنا خلص استمتعت بيك أنا شخصينا استمتعت بيك لإنا فكرتين بالذكرات الجميلة اللي إحنا عبدونا مع بعض على مدار 15-20 سنة وفي نفس الوقت اه نتمنى ليك والأسرتك بس أنا ما نستطيق لك مين اللي عندك لعيب كورة هيطلع غير بن سيد معود؟ اه عمر 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 سيد معود اه اللي هو في لعب الأول في الأول خالق اه مافيش حدي تاني طلع علي اللي هو اللي انت قلت لي هيطلع شاقي شاقي قوة ده اه ده بيلعب الاتنين في الناد الأهلي الاتنين في الناد الأهلي فراو ده انا بشوفت شوفت بن سيد ده لعيب كواس أول اه علي بيلعب في وسط الملعب برضى وسط الملعب اه 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 كابت الرمضان احنا بنشكرك شكراً جزيلاً على تواجدك معانا وان احنا استمتعنا بيك ويمكن استاد المشاهدين سموا حاجات لأول مرة يسمعوها من الكابت الرمضان بس قبل ما بنختم الحلقة بتاخد حراك الوتوجراف وبتكتب كلمة للبرنامج طيب قبل ما هكتب كلمة للبرنامج الحقيقة ده انا اللي في كمة السعادة ان انا مع اعظم العيد كورة في البرنامج تبفوك شفينا كده كبتر عملا والله والله انا مش مجاملة الله يكرمك الله يكرمك وكمان شخصية جميلة كمان الله يسعدك شخصية عظيمة الحقيقة ربنا يكرمك خد كده اه سمع كده استاذ مشهاتين كتبت ايه؟ كابتن المجر العظيم افضل جناح يمين في الكرة المصرية والافريقية تمانياتي لكة باستمرار النجاح في البرنامج العظيم رمضان السايد ايه في القلم حطه في التجراف حطه عطرابيزة كابتل رمضان ربنا يخليك يلطم الصفا انا سعيد ان احنا حتى بقلنا فترة ما شوفناك شي اه والله انا اللي في كمة السعادة وبعدين يا مستنى الحج محمد قالك انت بتعزم اه عايزيني نشوف الحاجات دي طيب يلا من بكرة لا مش بكرة رمضان داخل اهو احنا في رمضان كده حلقتنا خلصة على امل لقاء وحلقة جديدة من المجري مع نجم جديد اسبع على خير